الناس الذين يحلوا مشكلاتهم بالهروب يصيره مثل المسكينات السريعة مسكينات سريعة سريعة لكنه على المدى البعيد هو يتحاشى الألم يتحاشى المعاناة يتحاشى المرور بلذعة الانفعال السلبي هذا لذعة المشاعر السلبية كلما يتحاشاها ماش يصير على المدى البعيد يصير بناءه هش ضعيف ما يتحمل مساء الخير في الأزمات في نوعين من الأشخاص في شخص يجيد إدارة الأزمات هادئ متزن يعني جميل جدا في التعاطي والتعامل وكأن الأزمة الكبيرة هي أزمة بسيطة بالنسبة له وفي شخص آخر الأزمة البسيطة يعيش كأنها أزمة كبيرة وكارثية وينهار عاطفيا وممكن حتى يغضب ويقلق ويحوش أن نوع من التوتر حتى ممكن هالتوتر يأثر على أسرته طيب شو الفرق بين هالشخصين هذا اليوم كله تكلمنا عنه بتفاصيل مع الدكتور خالد الجابر اللي منورنا من المملكة العربية السعودية سعد جدا اليوم بالحوار معه مو بسعت واستمتعت لكن استفدت صراحة بشكل كبير لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق حياك الله دكتور الله يرضى عليك الله يسلمك حيا الله للمملكة الله يسلمك توا ما نورت الكويت الله يسلمك أنت قلت لآخر ما رأيت الكويت في 87 لا 78 78 ما شاء الله يعني نحن قاعد نتكلم فترة طويلة تغيرت حياك الكويت طويلة طويلة لا خلق قولك وش صار يوم أنا حنا رحنا للبحر أي وليقينا كوري أو ياباني أو صيني ياكل سمك ني سين أنا ذاكرة وقت صغير خلاص يعني ارتبطت ذاكرة الكويت بأكل سمك ني أنا عزمك فاتر عن الغدا يعني أكل السمك ني 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 مغطبخة نحط لك إياه بس والله ياكل سمك ني متعودينهما بعد الظهر صحيح 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 فبس بتغيرت عليك ملامح تشذي حسيتها غير تذكرها أو ما تذكرها أي طبعا يعني أعتقد المنطقة كلها تغيرت طبعا كلها أخيرا 40 سنة يعني الكويت تغيرت سأشك قريبة من الرياضة توقع أي يعني أنا لما وصلت إلى الكويت وشفت مرة يعني الشوارع نفس تصميم الرياض جدا المناطق الدول المدن الكبيرة عندنا نفس التصميم نفس الشكل حلقت البيوت يعني تقاربة جدا يعني صحيح دكتور اليوم إحنا ودنا نتكلم عن الصلابة النفسية ومواجهة الأزمات أنا اللي خلاننا نفكر في الحلقة إنه في نوعين من الناس اللي لاحظنا في ناس لما يواجهون صعوبات وأزمات ردود أفعالهم تلقاها متزينة هادية مريحة وفي أشخاص تلقى ردات تفعلهم تكون شوية ممكن نقول غير ناطجة فأنا بأفهم في البداية يعني شلون شنو فكرة الصلابة النفسية أنت حتى تتكلم عن الصلابة النفسية من أكثر من مرة شنو مفهوم الصلابة النفسية وكيف ممكن واحد يوصلي إلى الصلابة النفسية نعم بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء حياكم الله مرة ثانية وأهلا وسهلا والحقيقة أنا لا أستعمل مصطلح الصلابة النفسية يمكن القوة القوة النفسية قوة إيه لأنه يعني مفهوم الصلابة أنا في نظري يمكن غير دقيق لأنه الصلب ينكسر ها لكن القوي ثابت وفي حديث بالمناسبة جاب المعنى هذا يصف يعني تشبيه لطيف جدا يفرق بين المؤمن والكافر المنافق فيما يتعلق بالأزمات والصدمات إن المؤمن مثل خامة الزرع خامة الزرع يعني اللي النبتة قوية لكنها مرنة يعني فتكفأها الرياح يمين ويسار تأتيها المصائب والشدائد وهي مائلة يعني تروح مع الرياح أما الكافر المنافق مثل الأرزح مثل الشجرة الطويلة العريضة اللي ثابتة وقوية الرياح ما تهزها بعدين فجأش تنهار تنهار مرة واحدة تنكسر مرة واحدة بذلك مصطلح القوة النفسية أفضل أفضل فأحنا بنعرف شنو فكرة القوة النفسية إيه فكرتها يا أخي كالتالي حنا الآن بشر موجودين في هذه الحياة طبيعة الحياة حينما خلقها الله عز وجل ما خلق الحياة الاعتبار أنها فردوس أرضية أو جنة أرضية أو الحلم الذي يعيش فيه الإنسان لا الحياة فيها يعني خير وفيها شر فيها حق وفيها باطل فيها ظلم وفيها عدل فيها بأساء وفيها نعماء فيها نعمة وفيها نقمات طبيعة الحياة كده اللي يصير أنه نحن ماشيين في هذه الحياة تمر علينا كل الأشياء هذه صح اللي يصير أنه في ناس الأزمات دي أو الصدمات أو الشداد تقويه وفي ناس الأزمات والشداد تضعفهم في عبارة دايما أقول هنا أنه يعني في ناس الأزمات تقويهم وتقربهم من الله في ناس الأزمات تضعفهم وتبعدهم عن الله طيب يعني بالنسبة لنا حنا في العلوم النفسية نهتم بدراسة هذه الظاهرة ليش ليش في ناس كذا وفي ناس كذا والأهم من ليش ما بعده ما بعد هذا إنه طيب إذا عرفنا هل نستطيع أن نساعد هؤلاء الناس اللي يعني أمام الصدمات والأزمات ما يتحمل كثيرا وما يصبر كثيرا وما يتجاوزها بشكل جيد هل نستطيع مساعدتهم بالتعلم من هذولا اللي استطاعوا تجاوز الأزمات وتحملها والصبر عليها هل نستطيع مساعدة هذه الفئة بأخذ تجارب هذه الفئة الواقعية التي هي على الأرض يعني ما هي تنظير ولا كلام نظري صح وهذا هو كل شغلنا في باب التكيف مع الأزمات التكيف مصطرح يعني معاصر يشير إلى الجهود التي يبذلها الإنسان في مواجهة ما يواجهه من أحداث عامة يعني تحديدا بالذات الأزمات أو المصائب أنا بقبل الصدمات والمصائب والأزمات هل في سلوك معين من الأشخاص اللي يمتازون في إدارة الأزمة؟ هذا اللي كنت بقى صلوه أنه يعني في دراسة هاتين المجموعتين كان في واضح جدا في فروق بينهم في فروق في حنا نجمعها في مصطلح اللي هو البناء النفسي أنه البناء النفسي لهذه المجموعة اللي غالبا تستطيع أن تجاوز الأزمة وتعدي البناء النفسي أفضل وأقوى طيب هل ممكن أننا نجعل مكونات لهذا البناء النفسي بحيث أننا نعرف بالضبط البناء النفسي هذا إيش مكوناته ومن إيش يتكون بالضبط بحيث نقدر نساعد هؤلاء اللي هم يعني يمكن ما استطاعوا أنهم يعني يكتسبون المهارات أو المكانات والملكات اللي موجودة عند الطرف الثاني نعم ممكن هذا ممكن وهذا هو أصلا كله يعني كل جهد الجهد الذي يقوم في العلوم النفسية في مجال مساعدة الناس على التكيف مع الأزمات هو قائم على هذه الفلسفة فلسفة أننا ما نجيب شيء من كوكب آخر ولا نجيب شيء من الكتب ولا من الماضي نجيب الشيء من ناس موجودين حاليا واستطاعوا تجاوز الأزمة بعدين فيه ظاهرة غريبة جدا شنو؟ في باحث أمريكي كان معترض على فيه توجع عموما في الغرب الثقافة الغربية ثقافة جبرية جبرية يعني أنه تؤمن بأن الأشياء قهرية ومن الخارج وغصبا عن الإنسان ولذلك كثير يتكلمون عن صدمات الطفولة والماضي والآخير لأن هذا يعتبر إيش يعني أمر خارجي فهم يحبون هذا المزاج الثقافي الغريبي عموما وأنا أعكس هذا على الأبحاث هذا الباحث الأمريكي أخرج كتاب مشهور جدا وهو كتاب عبارة عن نتاج أبحاث له إنه لا إنه غالبية الناس أصلا في الأزمات يتجاوزونها هذا الأصل يعني؟ هذا الأصل وفي الدراسة اللي ذكرهاه تكلم عن 65% من الناس وأنا أشوف يعني متفاوته بحسب قوة الأزمات يعني أقدر نقول من 40% إلى 80% من الناس يستطيعون تجاوز الأزمات تذكرت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل مع المصيبة قدرها من الصبر ينزل مع المصيبة قدرها من الصبر يعني إنه نحن لسنا متركين في هذه الحياة بدون أدوات عندنا أدوات الله ما يعني ما خلقنا وجعلنا في هذه الحياة الصعبة بدون أدوات وبدون مصادر وبدون مراجعة لا فيه أدوات فيه أدوات ومن أهم الأدوات طبعا الصبر إن صبر نبلونا بنفهم مفهوم الصبر هل هو ننطر أن نتعدي الأزمة أم هم هناك مفهوم أعمق لفكرة الصبر إي حنا هذا طبعا يعني في علم النفس الإسلامي هذا شغلتنا طبعا اللي هو محاولة فهم الصبر وفهم الرضا ومحاولة إعادتها مرة ثانية إلى علم النفس لأنها طبعا تركت في العصور الأخيرة واشتغلنا كثيرا على مفهوم الصبر ومفهوم الرضا ومفهوم التوكل وهل هذه مصطلحات شرعية ما لا علاقة في حياة الناس لا ولا هي لها في صلب الصميم الناس فتبين لنا إنه مصطلح الصبر مصطلح السكينة مصطلح اليقين مصطلح الرضا مصطلح التوكل مصطلح الجزع مصطلح الاحتساب مصطلحات هذه بنحاول نقشها اليوم قدر المصدر الصبر هذا إيش هو الصبر؟ الصبر هذا قوة قوة داخلية قوة معنوية داخلية تجعل الإنسان يكون أقدر على تحمل الأزمات تحمل المصائب حتى تحمل الواجبات وما بيقولونهم أن الصبر صبر على المعصية وصبر على المصيبة وصبر على الطاعة يعني كيف؟ إيش معنى هذا؟ معنى أنه يكون عندك قدرة على أنك تصبر أنك تروح تصلي الفجر مثلا تقوم بصلاة الفجر وتروح تصلي في المسجد وإلى آخرك مثلا فهذا صبر أنه قوة داخلية تجعلك تحمل هذه المشقة الموجودة الصبر أنك أنت تصير في طابور الانتظار طويل جدا وجالس بدون تأفف بدون تذمر بدون تشكي ما تخرب نفسيتك ماذا جعل أنت متأكر ما تصرخ على العالم ما تصرخ على الناس خلصونا خلصونا تأخرت علينا كانت جالس صبر يعني هذا صبر الانتظار أنا أسميه صبر الانتظار بالمناسبة صبر الانتظار هذا أنا وسعته كثير يعني والآن أستخدمه حتى في العلاج النفسي في الأمراض النفسية شون؟ يمكن يجي بعد شوية إذا يجينا عن كيف كيف أنه مثلا عندما كنت سألت يعني مثلا الانفعالات الهائجة هذه اللي تجي للإنسان وتهيج عليه سواء كانت حزن ولا قلق ولا خوف كيف يتعمل مع أهل الإنسان؟ كيف ي صبر الانتظار هذا فكرة أنك أنت تجلس عندك مثلا الكتمة الشديدة هذه أو الخوف الشديد وجالس مواجهة مع ثبات هذا هو صبر الانتظار مواجهة مع ثبات ما تصير خايف مرعوب من هالاكتئاب هذا أو عندك أو زعلان من نفسك إن عندك اكتئاب أو تحاول يروح الاكتئاب بأسرع وقت ممكن شوف الإنفعالات النفسية عجيبة إذا أنت أنت بشتقلون في الكويد تدفشها أو لا شتقلون دفشها إيه؟ الدفشها يعني بالقوة تبقى تطلع ما تروح في القوة هي هاي شلون؟ لازم هداوة هداوة؟ لازم هداوة تتفاهم أنتو إياها سلام عليكم وعليكم السلام ها كيف الحال ها؟ كيف الهداوة هذه اللي هو المواجهة هذه الصبر الانتظار تواجهها ومحثبات وسكينة وانتساكت بدون جزع بدون تذمر بدون تشكي بدون استعجال لزوالها وذهابها لأنك إذا استعجلت الانفعالات هي أصلا هي يعني طبعا لها أكثر من نموذج تفسيري لكن من ماذجة تفسيرية إنه حال الضعف للنفس حال الضعف للنفس يعني في النفس ضعيف أرفق عليها شوي إحنا قاعدة عندنا في الحياة العامة عموما إن إنسان الضعيف أرفق عليه صح؟ صح طيب يا أخي أنت لأنه شفت واحد يعرج تصرخ عليه أركض أركض طيب نفسك أولى يا أخي نفسك أولى الآن نفسك أولى لما تكون النفس حزينة أو خايفة أو قلقة اجلس ثابت صابر صامد أنا أضمن لك أنه تلاحظ أنه أن الحزن أو الخوف أو القلق يبدأ ينزل مع الوقت شوي 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 بس شون تدرب نفسك دكتور على الشيء؟ مع الوقت أي؟ مع الوقت مع الوقت ها؟ أنت تمارس مرة مرتين ثلاثة يعني أنا يمكن القصص في العيادة كثيرة بس أنا ما أحب أجيب قصص من العيادة لكن يعني في لا أحصي عدد الحالات التي تكون عندها أعراض إما حزن أو قلق أو خوف أطل منهم هذا التمرين وبالمناسبة التمرين صبر الانتظار هذا النسخة الإسلامية منه ولوه معروف في كل الثقافات كل ثقافة عندها نسخة معينة من من هذا النوع من الصبر يعني أنه أنا لما يأتينا الحزن هذا وضيقة ما أعرف شو يسوي وصير على أصابي ومتوتر وأبغل الحزن يروح بسرعة طيب جرب طريقة ثانية جرب طريقة ثانية جرب أن الحزن لما يجيك تصير واقف أو الجارس ما يهم ما يهم يا واقف ولا جارس يعني ثابت ثابت تواجهه تحس فيه لازم تجرب ليش أنت خايف من التجربة؟ ليش أنت خايف تجرب الحزن؟ جرب الحزن شف بس شوي شوي بها داوة لا تجربه أنت منفعل خايف مربوش تبير يروح بسرعة؟ جربه بهدايا شف جربه لما تجربه مع صبر الانتظار ستلاحظ أن تجربة مختلفة وهذا يصير في العيادة أن المرضى لما يبدأ المرضى لما يسمعون كلام هذا في البداية يقول لك يعني شلون يعني كيف أنا بأس أمي هذا في البداية؟ يقول جرب جرب بس جرب جرب أنه لما يجيك القلق الخوف هذا مثلا مثلا الهلع مثلا الهلع مثلا الوسواس القهري لما يجيك الوسواس القهري هذا ضغط عليك ذاقط عليك وأنت مربوش ما تدري بس تسوي تطيعه ولا ما تطيعه تنفذ ولا ما تنفذ تروح تدقرفتها ولا ما تدقرفتها وإذا كان الوسواس عبادة مثلا ولا غيرها لا أنا نغير يا أخي أنا خله يتكلم خله يبربر والآن أنت في مجلس من أول مجلس إلى آخر ويستشم فيك أنت وأهلك وفصلك ومدريش ممكن ترد عليه صح؟ صح وتتجادر أنت وإياه لكن لو جربت أنك ساكت ماشي بصير؟ مرح أسر شيء هذا الرجال يبعديك بربر يبربر مرة مرتين ثلاثة بعدين الناس اللي الجالسية الآن بديت ترد عليه خلاص قالوا أخذ حقه لكن إذا أنت ساكت ترتفع بعيونه من الله صحيح نفس الشيء مع الإنفعالات ومع الخوف ومع القلق ومع الله فالصبر تطبيقاته كثيرة جدا يعني سواء في الحياة العامة يعني بس حين لأن موضوعنا اليوم عن الأزمات والصدمات وكذا فالصبر في الأزمات هو قدرة وقوة داخلية تجعل الإنسان يقابل هذه الصدمة بثبات وهدوم عدم انفعال عدم انزعاج ويمكن يجي بعد شوي عن مرحلة أرفع منها شوي وهي الرضا يمكن يجيها إذا جاء وقتها يعني أنه كيف يصل كيف يعني كيف ينتقل من مجرد أنه صابر وثابت كذا لا إلى درجة أنه يكتسب مشاعر أو انفعالات أو أحوال نفسية نفسية طيبة قبل ما ندشف الرضا تكتور ذا تسمح لي نحن بس أعلق على فكرة الصبر الحين نقعد أفكر هل ها شو الفرق بين الصبر ويقعد ويواجه الحزن من أنه يكبت يعني هذا ما تحس ممكن شو الفرق بين الكبت ولا الكبت مصطلح له دلالة معينة في نظريات معينة مثل تحليلية أوكي لكن المصطلح الإسلامي هو الكظم الكظم والكظمين الغيظة ففي درجة من درجات حبس النفس عن إظهار الجزء السلبي منها مقبول الكظمين الغيظة أن تكظم غيظك عدم الجزء أن تكظم بعض الانفعالات السلبية يعني في مدارس مثلا ترى هي أنه الحل دائما أنك دائما تعبر يقولك عبر عن نفسك عبر عن نفسك أو يقول اسمح لنفسك أنها تنهار اسمح لنفسك أنها تنكسر لا إحنا ما نستخدم المصطلحات هذه إحنا وش نقول نقول أنه أنت جاهد نفسك لكن إذا انكسرت ارحمها إذا انكسرت ارفق بها وش الفرق بين الثنتين الفرق هو الاستراتيجية الأساسية هل الاستراتيجية الأساسية هي الصبر والتحمل والاستراتيجية الأساسية هي التعبير والتنفيس وأنا لازم أخذ حقي وهذا موضوع كبير يعني لو تناقشنا فيه نطلع كبير يعني هل الاستراتيجيات العامة الأساسية المستعملة في عمل نفس حاليا هل هي مفيدة في النهاية أم لا غير مفيدة استراتيجية تحقق ذاتك ثق بنفسك عبر عن نفسك اسمح نفسك ما أدري إيش إلى غيره هذه المجمل الاستراتيجيات في النهاية هل هي الآن الواقع قد دامنا نشوف عمل النفس عمر 150 سنة هل في مجمل الصحة النفسية للمجتمعات التي طبقت هذه الاستراتيجية هل كانت النتائج في المجمل أفضل بمعنى أنه هل أدى هذا إلى انخفاض في معدلات الاكتئاب والقلق والوسواس زاد الغلق والوسواس في فترة الأخيرة؟ في العام الماضي نزل بحث لطيف جدا واللي كاتبين وهو ناس كبار يعني في علم النفس الغريبي أنه عنوان البحث مورو تريتمنت بط نت لس دي بريشن أنه زادت العلاجات بس ما نقصر الاكتئاب هل هذا لأنه صار في وعي أن نازل الناس تروح؟ ناقشوا الموضوع هذا والوصمة؟ هم ناقشوا الموضوع هذا هم قالوا أنه دائما يقولون الناس أن الوعي ارتفع بس ما في دليل على هذا أن هذا صحيح هم ذكروا أسباب كثير يعني رؤيتهم ليش ليش أنه وترى لو تلاحظ الأرقام نفسها هي من خمسين ستين سنة هي نفس الأرقام مثلا نحن نعرف مثلا في الطب أنه التطعيمات لما دخلت غيرت خريطة الأمراض بشكل كبير جدا عندنا إحصائيات واضحة أن الطعيمات لما دخلت غيرت خريطة الأمراض بشكل كبير جدا لكن لما دخلت العلاجات النفسية والطب النفسي ما تغيرت خريطة الأمراض النفسية السبب أحد أمرين إما أنه الأمراض النفسية جزء من طبيعة البشر وأنه لابد يكون هذا لابد يكون مثلا 20-30% من البشر عنده مشكلات نفسية هذا احتمال وارد جدا وأنا أميل إليه بشكل قوي يعني الاحتمال الثاني أنه لا أنه يمكن لو نغير في الاستراتيجية تكون أحسن يعني بدل ما نضخ يصير الضخ على أنه اللي هو مركزية الفردانية إنه أهم شيء نفسك دلعها أحقق ذاتك ثق بنفسك عبر عن نفسك ما عليك من الآخرين أهم شيء أنت طيب هل هذا في النهاية أدى لنتائج قوية أم لا أنا في نظر إن هذا في النهاية أدى إلى هشاشة نفسية في مجموع الجيل صار صار الاستحقاق النفسي أنا وش استحقاق النفسي ترى كارثة هذا إنو أنا أستحق أن أكون ضعيفا وأنا أستحق أن الناس يتعاطفون معي وأستحق أن الناس ما يلوموني وأستحق أن الناس يعني يتحملون المرض اللي عندي ولا يطالبونني وأستحق أنه ما يطالبونني بيني أصبر وأتحمل طيب يعني هل هذه استراتيجية صحيحة مفيدة؟ الاحتمال الأول تو ذكرت أنه نحن في كل واحد فينا في جزء منا كل مجتمع كل مجتمع كل مجتمع كل مجتمع كل مجتمع المجتمع المجتمع يعني أنه يمكن في نسبة ثابت أصلا بغض النظر فأنت تميل لها ليش دكتور؟ خلني أعقد الموضوع شوي فنفترض أننا طبقنا أفضل نسخة من علم النفس الإسلامي وفي مجتمع مثالي هل معنى هذا أنه لن تكون هناك مشكلات نفسية؟ ما أعتقد الملك من طريقتك أن الجواب لا يعني ما أعرف يعني ما أعرف هل في نصوص في القرآن؟ وسأنا تقول والله إذا أنتم مثلا إذا أنتم ملتزمتم بالإسلام خلاص ما في حزن ما في ضيقة ما في قلق مع أنه الآيات واضحة النصوص الإبتلاء نعكب شيء من الخوف والجوع ونقسم الأموال والأنفس والثمرات يعني أنه طبيعة الحياة لازم يكون فيها 20% أو 15% من مشكلات ليش؟ لأنه لو كانت صفر مشكلات صارت هي الجنة صار الجنة ما له جيمة ما في نقلة نوعية إذا انتقلنا إلى الجنة نحن استطردنا بس يعني استطرد لطيف نرجع نرجع إلى ما كنا عليه احنا وين كنا؟ احنا كنا في بناء القوة النفسية ما قلنا صلابة غيرناها إلى قوة الان انا ودي اسألك سؤال ومعشان تنطق على راحتك انا بيعرف عادات الاشخاص اللي يعني يتمتعون بقوة نفسية ممكن نبدي فيها في بداية اليوم هل بداية اليوم يؤثر على هل سلوكياتك في بداية اليوم ممكن تأثر على نفسيتك في اليوم وايضا في بناء نفسيتك انت تحاول تضغطني في استعمال المصطلحات الدارجة خلني ارجع كلها مصطلحات انا بيك تتعلمني انا بيك تفيدني انت اليوم اي لا يعني مفهوم انت الآن ذكرت اكثر من نقطك الواحد يبغى لانيقاش يعني مثلا انت قلت انه من يوم تقوم من الصباح طيب هذه نقطة بنناقشك فيها بعدين قلت لي عادات عادات ايه اي لا احنا نركز على الصفات على الصفات الصفات النفسية تمام وليش ما نقول من يوم تبدأ من الصباح لانه ما هي بقضية انه انت شي تسوي الصباح تجد نتيجته في الليل وهذه واحدة من اكبر مشكلات الناس انه يقول عطني حاجة خلال 24 ساعة لقى المتيجة ويمكن ترى بالمناسبة يمكن هذه احد الاستراتيجيات الخاطئة في علم النفس ايهام الناس انه في حلول سريعة ما في حلول سريعة انا قصد دكتور ممكن تسوي شيء الصبح يأثر على مزاجك يأثر على اليوم كله ايه هذا بناء على مرة اخرى بناء التركيز على قضية الانفعالات ايه لكن لا البناء النفسي اوسع من مجرد الانفعالات بناء النفسي احنا عندنا خمس مكونات الجانب جانب تصورات العليا اللي يدخل فيها الايمان وفهمك للحياة وفهمك للدنيا وفهمك للاخرة وفهمك انت ليش موجود اصلا بهذه الدنيا وفهمك لدور الدين اصلا في حياتك ومتى تستعمل الدين ومتى تستعملوا الى اخره ويدخل في هذا العبادة الثاني الصفات النفسية الاساسية سمناها احنا الصفات النفسية الاساسية احنا نعتقد انه في صفات نفسية اساسية اذا تشكلت معك من يوم انت صغير وتكبر معك هذا هذا احسن سلاح معك وينشى مع الوقت صفات النفسية الاساسية عندنا احنا احنا قسمناها الى سبعة محاول اساسية لكن تدور حول الصبر وفروع الصبر تدور حول الرضا وفروع الرضا تدور حول القوة والتوكل والارادة والعزيمة والاستعانة وفروعها الكثيرة تدور حول عدم الجزع والتذمر والتشكي وفروعها الكثيرة تدور حول الرجاء والتفاؤل والتفاؤل وفروعها الكثيرة تدور حول العقل والحكمة وذلك مستة الحين يمكن فهذه الصفات الاساسية اذا انت طبعا في جزء يبدأه والمفروض الاسرة والوالدين في جزء يبدأه المدرسة وفي جزء يبدأه المجتمع اصلا المجتمع الان اصبح اقوى من البيت شون؟ المجتمع السوشيال ميديا هذي اقوى من البيت صارت اقوى من المدرسة اقوى من اي شيء فهي تربيك على اشياء كثيرة نفسية يعني مثلا انا اعتقد انه جزء كبير من اسباب معدلات ارتفاع المشاكل الزوجية اشياء من وسائل التواصل لانها اه غيرت الصورة النمطية عن الزوج الزوجة غيرت سقف التوقعات من الحياة رفعت المطالبات وهذه الثلاثة بالحالة كوارث فصار كل رجل عنده صورة نمطية معينة عن المرأة من اللي يشوفه صح وصارت كل مرأة عنده صورة نمطية معينة عن الرجل من اللي تشوفه وهذا غير موجود في الواقع هذا لا يمثل ولا واحد في المية من الواقع ولا واحد من الالف من الواقع يعني تعرف ذلك يتميي يتسينون ويتصبطون يعني يضحكوا مع بعضهم بعد الحلقة يضربون بعض بال ما تسمونه بالخيزرانة صح فهم يظهرون افضل ما عندهم ورفع مستوى التوقعات يعني مثلا كثير بس ما حبنا اذكر اسم حاله معينة حالات كثيرة تجيب العيادة انه هو توقعاته من هذه الحياة غريبة شوي مثل شنو؟ يعني مثلا من التوقعات الغريبة انه يتوقع مفروض مفروض ان هذه الحياة واحد زائد واحد زائد اثنين فالمفروض انه انا شخص اصلي واصلوم مفروض ان حياة تكون كويسة لكن لحظة من قالك اصلا انه من قالك انه هدف الايمان هو ان تكون الحياة جيدة هدف الايمان هو مساعدتك هدف الاساسي من الايمان هو ان تكون الاخرة جيدة والايمان يساعدك في هذه الحياة الدنيا انك تعيش حياة طيبة فانت اذا انت اذا انت تصلي وتصوم اشان يعني علاقة عاقدية مع الله انه انا اعبدك بس ترى زبط لي الدنيا اه مجدد يعني اقصد ان هذا مو من الاشياء اللي ممكن الله سبحانه تعالى يزودك فيها انت صليت وصبت ممكن تجيبهم فيما تجيك شوف لو تلاحظ قصة الصحابة ها جزء كبير منهم اصلا ما ادرك ما ادرك هذه الانتصارات الضخمة ولا شاف عز الاسلام كثير منهم اصلا مات في مكة كثير منهم مات في المدينة قبل قبل الفتح حتى اللي عاشوا بعد الفتح ما ادركوا ضخامة الانتصارات الضخمة هذي فبشرط انه انت يعني ما تريد في هذه الدنيا تحقق في هذه الدنيا هي المشكلة واش فيه انه انت لما يكون عندك شرط هذا كثير في العيادة عندي كثير جدا يعني يتصلون بالعيادة انه يعني نحن نجينا عشان انت عندك عدم نفس اسلامي طيب واش المطلوب المطلوب انه انا يا اخي عندي اكتئام عني اصلي واصوم انا ليش مفرض الله ما اعطيني كذا انه انا يعني هو عنده معادلة صح انه انا اعبدك انت تصلح لي الدنيا اذا انت ما صلحت لي الدنيا طيب شفيت العبادة صارت فهو فاهم ان العبادة والطاعة والايمان هي لمصلحة تحقيق تحسين الدنيا بس ما هو الجزء من العبادة ان انت توصل لمرحلة انت توصل الحياة الطيبة الحياة الطيبة شوف فيه فرق بين احنا دايما نسمع انه انه يعني فيه ناس فقراء هم هذلك حياتهم طيبة كيف تجي هاني كيف تجي هاني هذا اللي نتكلم عنه احنا الصفات النفسية الاساسية الصبر والرضا الصبر والرضا التوكل التفاؤل العدم الجزع ما لها اي علاقة بمستوى المعيشة ممكن تصدر من شخص فقير جدا معدم، ممكن تصدر من شخص غني جدا شنو الحياة الطيبة بتعريفك؟ الحياة الطيبة لا عدة التعريفات لكن في مفهوم احنا في محاولاتنا لتعريفها هي معدل المفهوم الموسط للأحوال الداخلية شوف котор completing محصورة في الانفعالات اللي هي الحزن الخوف القلق لا فيها أحوال كثيرة يعني مثلا الرضا من أحوال النفسية الداخلية الطمأنينة بالله السكينة بالله الأنس بالله هذا إذا كان شخص مؤمن بالمناسبة في أحوال يعني معنوية موجودة حتى عند غير المؤمنين بس المؤمنين حظهم أكثر يعني في ناس مثلا غير مؤمن لكن عنده الهدوء السكينة من وين تي هذا؟ نوعين طبعا هذا قاعدة مشهورة جدا في كل الصفات النفسية كسبية أو جبلية يعني الجبلية أنه كذا ربي خالقه كذا يعني والكسبية هو هو اجتهد هو اجتهد واشتغل عليها يعني مثلا مفهوم السكينة أنه الانساني أنا أنا عصبي أنا عصبي أنا كذا ربي خلقني ما أقدر لاحظة تعال اللي خلقك أرسل نبي هذا النبي قال إنما الحلم بالتحلو هذا الرسول الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلو ومن يتصبر يصبره الله إيش معنى هذا؟ معنى ما يرجع أحد يقول الله أنا ما أقدر أغير الصفات النفسية أنت يمكن ما تغير بعض الطباع اللي تميز الناس بعض ومعن بعض يعني فلانه طبع معين فلانه طبع معين لكن الصفات السيئة لازم النسان أكيد النسان يقدر يغيرها يمكن ما أقدر أغيرها بمئة بالمئة يعني مثلا شخص عصبي وحار ومثل سلك الكهرباء المكشوف لو تجيه النقطة ما أثار ومفعل هذا ممكن ما يرجع هادي ساكن مئة بالمئة لكن أنا لقد تحسن سبعين ستين في المئة يقدر يدير مشاعرنا حنا عندنا عندنا رقم دائما نكرروا ستين في المئة هذا ستين في المئة خمس ستين في المئة دائما نكرروا حتى في الأبحاث الأجنبية الغريبية إنه الرقم خمس ستين في المئة هذا هو الرقم اللي ممكن الناس يعني مثلا ممكن خمس ستين في المئة مرضك ت Loreang يتحسنون ممكن خمس ستين في المئة أن تتعدل منصباتك النفسية فهذا الركن الثاني للصفات النفسية نحن لازلنا في البناء النفسي ركن الثالث العلاقات أنت أصلا كيف تدير علاقاتك مع الآخرين وحطينا فيها يمكن تسعة مكونات للعلاقات بداية أصلا من إنشاء العلاقة هل أنت أصلا من النوع ما مستوى ما درجة اندماجك مع الآخرين هل أنت اجتماعي الناس يقول اجتماعي مصطلح متداول هل أنت اجتماعي ولا غير اجتماعي ثم بعدين ميزان القوة بينك وبين الآخرين أنه أنت لما تقيم علاقات هل أنت تقيم علاقات بحيث أنه أنت الشخص الضعيف وهم أشخاص الآقوية وللعكس أنه أنت لازم تصير الشخص القوي ولا هم أشخاص الضعيفين ولا أنت فهم العلاقات فهم صحيح أنه العلاقات ما فيها قوة وضعف علاقات فيها إقامة علاقات لتحقيق مصالح مشتركة الأذى لما يصير أذى من الطرف الآخر يعني بدون مبالغة في نصل أنا أستطيع لي أقول يمكن يمكن 20% من العيادة يتوقع عند كثير من الزملاء أن أشياء من أذى في العلاقات شلون؟ شون ممكن يأثر على العلاقات اللي ممكن يوصل للعيادة عندك؟ يعني هذا هو السؤال إنه الخطاب النفسي المفروض يكرويجه لمن؟ حالي مفروض يكون موجه للمؤذي هذا أنه أنت لازم ما تؤذي الآخرين وللأفضل أن الخطاب يكون موجه لمن تلقى الأذى أنه يا أخي غير من طريقتك في تعاملك مع الأذى تنتشر عند الناس عبارات أنه المؤذين أتركهم أشطبهم من حياتك طي شطبت واحد شطبت اثنين شطبت ثلاثة تعبتل شطب في العالم يمكن مشكلة أنه أنت لو حسنت شوي بس من مستوى تعاملك مع الأذى يمكن تتحسن الظروف طبعا في أذى أنا في عيادة أقول للشخص المؤذي أو المرأة مثلا متعرضا للأذى أقول لها خلاص حياتي ما تصلح والأفضل الانفصال في فعلا حالات لكن هذه لا تمثل الرقم الأكبر الرقم الأكبر هو الشخص اللي يتأذى من الكلمة الطائرة أو من تعليق الجارع ومن الضربة ومن فلان قال وفلان ما قال فلان عزمني فلان ما عزمني فلان سوالي فلان ما سوالي احتم فيني ما هتم فيني وهذه لو أحد وحده من مشكلات استراتيجية الخطاب إنه أنت لك حق في إن الناس يهتمون فيك وشي ترتب على هذا استحقاق استحقاق رفع 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 سقف المطالبات فلعما ترفع سقف المطالبات كن الآخرين لازم تحترمي لازم ما تنمر على التنمر هذا صار 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 عكس للأسف ليش صار عكس انه حنا جلسين كويس توعية كوي انه لازم ما يكون في تنمر لك وشي اللي صار اللي صار انه الجيل طالع ما هو بقادر يتحمل ذرة يعني نسمة الهاو ما هو بقادر يتحمل اه لا التنمر غير 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 مقبول ايه بس الحياة مش كده حياة ما هي كده الحياة انه نحن نوجه الخطاب للمؤذي نقول له تأدب والنصوص في الاسلام في الباب الاخلاق بالذات كثيرة جدا جدا يعني الرسول الله سلم يقول في الاحاديث انه فيه شخصين شخص يصوم يصلي لكنه مؤذي الناس بلسانه وشخص قائم بالواجبات لكنه اقل الصلاة من الاخر واقل الصيام اقل صدقاء لكنه ماسك لسانه ترى في الاخرى كلهم واحد عند الله في الاسلام واضح جدا الحديث صريح جدا في مخاطبة المؤذي انه امسك لسانك لا تؤذي الناس لا تؤذي لا تؤذي عباد الله هذا صوص صريحة جدا وان الذي يؤذي المؤمنين عقوبته عند الله شديد لكن في نفس الوقت في خطاب موازي وبنفس الدرجة من الهمية انه انت لازم تصبر ليش لازم تصبر لانه هذه الحياة ما يبقى احلام هذه الحياة واقعة كذا انه الحياة مليئة بالاشخاص اللي يا اخي ممكن يطلع لك عند الاشارة المرور صح كنت داخل بقالة انت ويجي واحد يتعرض لك ممكن في الدوام اذا انت عندك سياسة انه انه لازم الناس هم يتحسنون ولازم ما احد يتعرض لي وما احد يؤذيني طيب يعني في البيت في الجيران في المدرسة في المسجد في الحارة في الشارع في العمل ما تقدر فهذا ممكن يؤدي الى انه يتأذى نفسيا ممكن حتى ييك العيادة يقول انا يعني احد قال لي جرحني كثير كثير جدا في عندي العيادة الناس متعرضين للاذن وعين قسمين قسم فعلا في اذى واضح مؤذي وقد يكون من الافضل الانفصال او الابتعاد عن عن مصدر الاذى في قسم لا للناس العوامل يسمونه حساس انا اظن ان هذا اكثر اظن نسبته في في الحياة اكثر اللي هو الشخص الحساس من اشياء ممكن لو هو حسن من قدرته من مهاراته او من ملكاته ومكاناته في في العلاقات كان ما جاء العيادة اصلا هل تعتقد ان علاقته مع نفسه محتاجة نوع من الاصلاح الكلام اللي يكلم في نفسه هذا شون يقول لي تشيذي ولا اقصد ان اذا احد قال لي كلمة هل علاقتي مع نفسي انا الحديث مع نفسي اين هي ممكن توصلني انا افاقه من المشكلة هذا احد احد طرق الفهم هذه هذه المشكلة انه وهذا خطاب لنفسه سيء لكن حنا في نظر حنا في طريقتنا نقول انه انه هذا الصفة النفسية عنده صفة التذمر صفة التشكي صفة الضجر صفة الجزء ليش حنا نركز على الصفات لان ميزة التركيز على الصفات انها طويلة الامد طويلة المدى انها تبني تبني وانت اذا اشتغلت عليها وبدأت ونجحت في بناء هذه الصفة تبقى معك فترات طويلة طول حياتك لانه اذا انت تركز على الجزئيات انه والله اه بس انت بالخطاب لنفسك تنتهي المشكلة ممكن صح ممكن تأدي نتائج جزئية وقد قد قد تكون قصيرة الامد لكن اذا انت اشتغلت على الصفة اصلا انه انا عندي مشكلة التذمر والتشكي لك انا دائما احنا نقول احنا نبدأ من فوق انه انه او من الجذور انه 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 انت عندك صفة التذمر والتشكي والجزع والزعل واي كلمة اي اي كلمة ممكن تأثق لك اه عرفت هذه الصفة اشتغل عليها واذا اشتغلت عليها تبتلاحظ فرق كبير جدا في حياتك يعني يعني الناس اللي الناس اللي انا عندنا برنامج اسم برامج النفس الطيبة يدخلهم في ناس يعني الدورات وسلسلة طويلة ويعني مدت ستة شهور ليش ستة شهور لحنا نؤمن انه 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 انت لازم اشتغل على نفسك عندي كلمة دائما يقول اشتغل على نفسك اشتغل على نفسك فستة شهور يعني ام بعد دائما بعد كل ستة شهور يعني تعبيرات الحضور انه انا تغيرت انه صار فيه تغير يعني انا اشتغلت على انا اول طبعا اننا نبدأ ان النسان يعرف الصفات النفسية حقه وبعدين بدي يشتغل عليها يشتغل عليها واحدة 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 ما هيقدر طبعا يخلص كل الصفات ولا متوقع هذا في عبارة مشهورة عند عند في علم النفس الاسلامي القديم يعني في القرن الاول والثالث والثالث انه يقول والله اشتغلت على هذه الصفة اربعين سنة حتى يعني لانت لي وهذا صحيح يعني في صفات تصير باقي معك ما تغيرت ما هي مشكلة ما هي مشكلة عند لا احد يطالبك انك تصير يعني اه ابو بكر ولا عمر من ثاني يوم ولا من ثالث يوم ما احد يطالبك لهذا حتى ابو بكر عمر يعني شف 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 لما رسول الله سلام كان يقارن بين ابو بكر وعمر ركز على قضية ما ما ناقش الجانب الديني ناقش الجانب النفسي فيهم الصفات النفسية في عمر رضي الله عنه والصفات النفسية في في أبي بكر رضي الله عنه هل الرسول قال ومع ذلك هم أفضل واثنين هل الرسول يعني كأنه لم تعرفهم بعيدة كأن كل واحد منهم مختلف عن الثاني في بعض الصفات النفسية هل قال الرسول لأبو بكر إذا أنت لا تصلح لازم تسير زي عمر هل قال العمر أنت لازم ما يصل لازم تصير زي ابو بكر شو نقل لا خلاص يعني أنت مثل موسى وأنت مثل نوح أو مثل إبراهيم مثل إبراهيمي يعني أنت أقرب إلى موسى وأنت أقرب إلى إبراهيم هذا الفروق بين الناس هذا المستوى من الخلافة في الطباع حينما ما عندنا مشكلة فيه وش اللي عندنا مشكلة فيه اللي هو الصفات الأساسية الصبر الرضا التوكل هذه التفاؤل عدم الجزاء هذا هل تكلم عن الصفات دكتور إذا تسمح لي تكلم عن الصبر طيب سنكمل منها وصلنا إلى علاقات علاقات ونعيدهم مرة ثانية الأولى الأولى التصورات العليا والإيمان والعبادة والشيء ذاني ثاني الصفات النفسية الأساسية الثالث العلاقات الرابع الحياة والسعادة والنجاح فهمك للحياة فهمك للسعادة فهمك للنجاح لأننا وجدنا أنه التعريفات الخاطئة للحياة وضيبة الحياة تعريفات الخاطئة للسعادة وضيبة السعادة تعريفات الخاطئة للنجاح وضيبة النجاح لها أثر كبير جدا على الجانب النفسي شنو دكتور التعريفات المشاعة والتعريفات الصحية؟ يعني مثلا الشخص اللي تعريفه للحياة زي ما قلنا قبل شوية أن الحياة لازم تكون حلوة 100% وأن الحياة لازم تكون حياة لازم تكون شنو دكتور أنت قولي الحياة شف ما في صورة واحدة من الحياة هي الصورة الأفضل أنت تسعى وتشتهد وتبذل وتحاول أنك تحقق نجاحات في الدنيا وتحاول أنك تدخل جامعة كويسة أو تدخل تجارة كويسة وتنجح في التجارة تنجح في الوظيفة تنجح في الجامعة وتحقق نجاحات لك لكن وشير يصير؟ اللي يصير يمكن أن تحقق ما تريد ويمكن ما تحقق ما تريد في كل الحالتين سواء حققت ما تريد أو ما حققت ما تريد في كل الحالتين لابد من أمر مهم جدا إذا أنت حققت ما تريد لابد من إيش؟ من الشكر والرضا وعدم الغرور إذا أنت ما حققت ما تريد ما أجت الحياة على كيفك ما أمشت على كيفك الحياة أنت حاط في بارك أشياء معينة ما جاء ترحيت على كيفك وفي ناس كذلك ما تشاحت على كيفه طيب وش الحل؟ آه هنا يجي موضوع أنه أنت لازم تصبر وتتحمل لازم تشوف يمكن تغلطان يمكن في جانب في بذل الأسباب يمكن أنت مثلا بذلت الأسئلة الخاطئة وهذا تجتهد فيها لك حنو اليوم ما ودينا نركز بالجانب الإداري ودينا نركز على جانب النفسي يعني بالجانب النفسي يمكن أنه أنت أصلا أنت أصلا لما الحياة هذه ما جاءت على كيفك أنت تحتاج أنك تفعل صفات مختلفة عن صفات اللي حياته نجت على كيفه هذاك لازم يفعل صفات الشكر وعدم الغرور وأنه يتصدق على الآخرين ويرحمهم ولا يتكبر وإلى آخرين أنت لازم تفعل صفات الصبر والرضا الإيمان بالخيرة الإيمان بالخيرة وأنه يا أخي ما عاجت الحياة على ما أبي كثير في الحياة الناس ما عاجت الحياة أنا أجد حياة معنا ما يبون فهو أنا أقدر أقول يمكن 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 70% من الناس اللي ما عاجت الحياة على ما يبون ما يجون العيادة في 30% من الناس اللي ما عاجت حياة على ما يبون يجون العيادة وأنا كنت حريص إني أفهم ليش هذول طيب وهم كلهم عندهم نفس الأشياء ليش هذول ليش هذا اللي حياته جاءت كلهم ما جاءت حياته معنا يا ميابون وما أرش في حياته الاستنتاج المبدعي إنه أحد أمرين إما إنه الكلام اللي قال المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخه الجهالة في الجهالة يا نعم إنه هذا مبرد ولا يحلل ولا يفكر خلاص ما كتب لي هذا ما كتب لي ويمشي حياته رايح وهذا ممكن موجود اللي هو يعني شخص ما أهم وأصنا الله فرقته معه ولا شيء قد ما يكون قوة نفسية بقدر ما هو طبع نفسي شعله لا مبالي فما يتأثر نفسيا هذا ما على بيت المتنبي إنه حيانا الشخص يكون ظروفه صعبة لكنه لا مبالي فاستفاد نفسيا صح صح الله منعم عليه الله منعم عليه بقل العقل احتمال الثاني لا إنه فعل صفات الصبر والرضا والاحتساب منتظر الأجر من الآخرة عدم التدمر عدم التشكي فلما يفعل الصفات هذه خلاص ينظر أصلا ينظر أصلا يعني لهذه الحياة اللي ما جت على ما يبي ينظر الله إنه اختيار الله ومش معنى كلمة خيرة معناه إنه الله سبحانه وتعالى أختار هذا لي أنا حاولت اجتهت لكن ما جت الأمور على ما أبي أنا والله أختار الله هذا لي طيب الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم وعادل فأكيد إنه في حكمة وفي مصلحة ويمكن يجيها في آخر اللقاء إنه دائما دائما المواقف الصعبة إذا استطعت أن تخرج منها بمكاسب في بنائك النفسي الله حتى لو ما طلعت فيها بمكاسب في دفع المشكلة أو تحسين المشكلة لكن تطلع أنت من الأزمة أقوى وأصلب وأفضل الله هذا هو معنى إنه إنه يعني هذول الناس اللي اللي ما جت الحياة على ما يقول ومع ذلك نفسياتهم ممتازة ومش سواهم هم فعلوا الصفات نفسية مهمة جدا يعني بدءا من المكونات الخمس في البلاد النفسي بدءا أصلا هم فاهمين فاهمين التصورات العليا فاهم الصحي يعني ماذا فاهمين؟ إنه حنا بشر مخلوقين في هذه الحياة مطلوب مننا الهدف الأساسي موجودنا في هذه الحياة هو عبادة الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الحياة نعمر الأرض باللي نستطيعه يمكن بعضنا ينجح بعضنا ما حينجح بعضنا يحقق أهدافه في الحياة بعضنا ما يحقق أهدافه في الحياة ما هي مشكلة نحن نجتهد ونسعى المهم إنه ما نغسر الآخرة هذه الصورة واضحة عنده فهو بنسبله كل الأحداث هذه يعني هي أحداث في طريق السفر يعني هو رايح من الكويت إلى مكة مثلا في الطريق بنشرت السيارة خربت البطارية وتتعطى للرديتر وكل مئة كيلو يقعد له بعذروب ولا مشكلة وخلص البنزين ونفق في البنزين ونعمش يوصر لكنه عارف إنه في نهاية يبغى مكة هو هذا التصور الكبير اللي هو مهيمن عليك مسيطر عليك إنه أنت في هذه الحياة ماشي قد تحقق أهدافك قد ما تحقق أهدافك أنا حققت أهدافك الحمد لله وهذا المطلوب أصلا حنا مطلوبنا مؤمن عمارة الأرض مطلوبنا مؤمن نعمر الأرض بس الناس ما يحتاج أنك تذكرهم بعمارة الأرض هم شغالين فيها يعني هم أصلا حرصين عليها يعني بس أنت تحتاج أن تذكرهم بأشياء اللي دائما ينسونها اللي هو أنه أنت لازم ما تنسى أنه أنت رايح مكة أنه هدفك في النهاية مكة هدفك في النهاية هو الآخرة فأنت إذا استحضرت هذا خلاص كل الصعوبات هذه تهون يعني حتى الناس اللي رايحين مكة مثلا ولا رايحين أي منطقة أخرى يبنى حنا لنصلحها بس وحنا ليل نصل مكة بعدين نشوف ما يصير صح أو لا صح فهذا المحور الرابع محور الحياة والسعادة والنجاح يعني مثلا السعادة أنا تكلمت كثيرا عن علم نفس الكافيهات علم نفس الكافيهات شنو؟ إنه المصدر الوحيد للسعادة هو السعادة ذات المصادر المادية سبريات روحات جيات فلوس كافيهات من هنا نجد كافيهات يعني إنه السعادة ذات المصادر المادية الجسدية طيب شنو يصير؟ اللي يصير إنه أنت الآن حرمت نفسك من مصادر أنت عرفت السعادة غلط ما هي السعادة بفهمك؟ السعادة نحن نعرف السعادة بأنها الحالة النفسية الطيبة ذات المصادر المتنوعة شوف أنا أركز كثيرا قضية المصادر المتنوعة للسعادة بسيطين ليش؟ لأنه إذا أنت تركز فقط على مصدر واحد وهو مصدر إنه لازم الحياة تكون حلوة ولا ما حكون سعيد طيب بس إحنا عارفين إنه على الأقل في عشرين ثلاثمين من الناس ما حتكون حياة حلوة لهم بالمعيار المادي طيب إيه لازم تنوعا في مصادر السعادة وش مصادر السعادة الأخرى؟ مصادر المعنوية الإيمانية الحب الناس لك يا أخي الأشياء البسيطة لا يلزم لا يلزم أن تكون السعادة فايف ستار، خمس نجوم، عشر نشور بالسعادة يعني واحدة مشكلات، واحدة من الارتباطات الواضحة بين الترف ومستوى السعادة وش اللي يصير؟ هذا بارادوكس ترى مشهور جدا يعني معروف حتى في الأبحاث الغريبية إنه إنه في بلاتو معين يعني في آآ في سقف معين يصل لون إنسان خلنا نأخذ معيار واحد بالمصادر المادية للفلوس فلوس طيق كوي يصعطيك سعادة أو متع بالمناسبة لقدم النصطحة قرآن يستعمل المتعة مستعمل السعادة عندما استعمل السعادة مرة واحدة في القرآن كانت عن الآخرة فالقرآن دائما يستعمل تلك المتعة الدنيا متاع وستمتعوا في حياتهم فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتهم بخلاقكم الإخبار الاستمتاع والمتعة هي المصطلح المناسب أعتقد لكن السعادة والمتعة نحن نعناقشها هنا بمعنى واحد كنا يستشوف أن السعادة هو شيء دائم ولمرتبط بواقع يعني في ناس يفرق بين السعادة والمتعة أنه السعادة أو السعوة والمتعة قال أنا لا أنا أشوف أنه سعادة والمتعة مترادفات مترادفات يعني هذا نقاش فلسفي ممكن ما يكون نقاشه اليوم فالسؤال الآن عندك فلوس السعادة تحقيق لك الفلوس تحقيق المستوى من السعادة والمتعة عملنا بالله ارتفعت شوي ممكن ترتفع أحسر شوي يعني خلنا أخذ نظام الفنادق مثلا نجمة واحدة نجمتين وكويس أحسن من نجمة اريح ومراتب افضل وخدمات افضل. ثلاثة لا احسن. اربعة اوه دخلنا في اللكشري ودخلنا. خمسة اوه زي الفنتقل انتم مسكنين في جزاكم الله خيانا. حبيبي اقل من قدرك دكتور. حبيبي. خمسة نجوم وناس شايلينك على كفوف الراحة. المشكلة الخمسة نجوم هذا الحين. انا لما اروح بسفرة ثانية واسكن في اربع نجوم. يا الله. اربع نجوم خايص طلع. اي. فالفلوسة والمادة عموما الساعات ذات المصدر المادي ترفعك ترفعك ترفعك. بعدين تحقق لك تحقق لك. مفهوم معروف عندنا احنا في العلوم النفسية. اغلاقها. تغلق. اشباع مبكر واغلاق لمصادرس. بما دونها. بحيث انك لو اخد اه ثلاث نجوم اللي كان قبل سنتين اوه بالنسب لك. صح. مصدر المصادر. الان ما صار مصدر المصادرس. انا. ما اللي يصير. ليش الترف دائما مرتبط. ليش القرآن دائما يتكلم عن الترف بمنظور سلبي. طبعا في جانب ديني ان المترفين يعني قد يكون نسبة الايمان فيهم اقل من غير المترفين. او نسبة الطاعة والالتزام قد تكون اقل. واحتمال هذا. لكن بالنسبة لي المناحة النفسية انه. يا اخي الترفي خليك ما تصبر. خليك ما تتحمل. خليك تتكبر على الاخرين. الترف الترف. الاسراف. خلينا نطلع برة الترف. لانه ما ممكن للناس مترفين. خلينا نتكلم عن الناس الاوساطي العاديين. يعني حتى مثلا. يعني الخطاب هذا قد ليس بوجه لدول الخليج مثلا فقط. حتى باقي الدول العربية لي قد بعضها قد تكون مستويات اعلى معيشية بعضها قد تكون اقل. انا اعتقد القواعد هذه تنطبق على اي دولة. سواء كالدولة ولا فقيرة. هذه الصفات النفسية ليست مرتبطة بمستوى المعيشة التي تعيشها انت. هي 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 بنائك. قد تكون ان تعيش في يعني مثلا في دراسات قديمة وجهة تظلم في الف تسعمائة وتسعين او خمس وتسعين. يعني قبل الالفين شوي. مقارنة بين فقراء الهند واغنية امريكا. زال. والبحوث منشورة في هذا. في معدلات السعاد ما في فرق. في مؤدلات السعادة. طيب الدراسة دي اعيدت مرات كثيرة. فظهروا في النهاية بمنحنة بياني. انه في مستوى اول في فرق. انه اذا انت اقل من خط معين ما تقدر تجيب اكل ما تقدر تعيش ما تقدر تنام تنكد ما تجيب علاج لعيانك. اه صح. في خط معين اقل منه المال مهم جدا لتحصيل السعادة والراحة النفسية. والصحة النفسية عمون. بعد هذا الخط فعلا يرتفع الخط يرتب عليها. بعدين يام الغريب انه ما يطلع كده. يطلع كده. يطلع منحنة جرسي. هذه بس لعد نقطة بعدين يبدأ ينزل. ليش ينزل طيب? يعني الخط هذا خط الفلوس. هي? ان الفلوس زادت. لكن السعادة ما زادت. ليش? قعد تنزل. قعد تنزل. عساب كثيرة مظلنا الكلام اللي قلناه هذا. الاشباع الاقفال. هل الابتلاء النفسي للترف? نفس الابتلاء النفسي للشخص اللي ميت الدنيا على على اللي يبيه. كيف الابتلاء نفسي انت قلت في واجبات للطرفين. الطرف اللي الحياة مايت على الطريقة اللي يبيها. لازم يصبر ويتحمل. والشخص اللي اترف ولا نجحت خطته وصار عنده مشروع تجاري مثلا يدخل الاموال. فعليه مسؤولية وهو نفسية. صحيح. فهل نقدر نقول هذا ابتلاء نفسي وهذا ابتلاء نفسي? مفهوم الابتلاء في القرآن مفهوم الفتنة. الابتلاء والفتنة في القرآن غريب. لانه الابتلاء عند الناس او الفتنة عند الناس عادة هي الابتلاء اللي هو بالفقر. صح? صح. لكن لا. الابتلاء في القرآن قد يكون في مفهوم الإسلامي عموما يعني. قد يكون الابتلاء بالنعمة وبالغينة. بصورة الفجر مثلا. اللي هي? موامد ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه. نعم 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 نعم. فيقول ربي يكرم. فهني انا هذا الابتلاء اللي يقول لك عنه. ايه. الله اكرمك قد يكون ابتلاء نفسي عليك. صحيح صحيح. الابتلاء قد يكون الابتلاء قد يكون اه في الجهة هذه انه نحيالله. الحياة تعطيناك على متبي. انت بمشروع ناجح يجب لك مشروع ناجح. الله سبحانه لأعطاك شعور ناجح. طي و بعدين؟ خلاص؟ يعني انت الآن بنائك نفسيه هذا ما يعني ما تشتغل عليه. يعني فقط اللي يتغي على manipulated عن الإتصالة هم الناس الناس اللي لديه مشاكل نفسي؟ لا لا لا. البلاء النفسي هذا الابتلاء لبناء نفسي. هو الي مشيك في هذه الحياة سوى ان كانت حياة طيبة جت على ماتبي. أو يت على ماتبي. طب. هذه الحياة جت على جت او يت على 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 ما يبي. والثاني حياته ما جت علامة. البناء نفسي مطلوب في كل الحالتين. الخامسة الاخيرة الخامسة احنا قلنا البناء النفسية الان تكلمنا ناصل عند الخامسة. الخامسة اللي هي اللي نقاشنا اليوم انه انت اللي هو الازمات. انه انت في وقت الازمات كيف تتصرف. اذا انت هذه هذه المكونات الخمس. اذا هذه المكونات الخمس في بنائك النفسي. من يوم انت صغير واهلك يشتغلون فيها عليك. مدرسة تشتغل عليك. الاعلام يشتغل فيها عليك. المجتمع يشتغل أنا أعتقد أنه يعني معدل الصحة النفسية ومعدل الأمراض سيرتفع ومعدل الأمراض النفسية سيقل في المجتمعات تستبنى هذه الاستراتيجية النفسية أقل ركن الخامس تكلمنا السعادة ولا فيه بعد خالص اللي قلناها إحنا قلنا أنه الأول هو التصورات والإيمان والعبادة الصفات الصفات النفسية الأساسية العلاقات الحياة والسعادة والنجاح والخامس الأزمات تعاملك مع الأزمات أو الشدائل أو المصائب أنا ودي أخلص الصفات علشان هديش التعامل مع الأزمات هذي وايد تهمني اليوم تكلمني عن الصبر فأودي تكلم عن أنت ذكرت الرضا والتوكل لكن ودي أنت قلت لي الرضا هي الدرجة لما بعد الصبر إيه يعني أنت الآن هو شفرق بين الصبر ورضا فيه كلام كثير لطيف جدا في كلام متقدمين اللي اهتموا بالجانب النفسي يعني الصبر هو الدرجة الأقل أنه أنت ما تقف في ثبات وتحمل بس مو بشرط تصير نفسيتك زينة مية بالمية الرضا هو اللي يجعل الصبر المر يجعله حلو لأنه يضيف إضافة معنوية عن الصبر شو فالرضا هو درجة أعلى من الصبر عشان كده هم يقولون رضا غير واجب الصبر واجب الصبر المقابل للجزء والتسخط والتذمر والترشك هذا واجب هذا واجب لكن الرضا ما هو واجب الرضا فضيلة درجة أعلى يعني إيش معنى غير واجب يعني أنه ممكن لناس يقدر عليه لكن هل ممكن الناس إذا تدربوا عليه يصلونه طبعا ممكن شن الرضا بتعريفك السلوكي خنجل؟ الرضا هو حالة نفسية سواء في مواجهة الأزمات أو في النعمة في وقت النعمة وفقت الرخاء لأن الرضا إذا مطلق فوقت الرخاء وفقت النعمة الرضا بالنعمة أصلا والرضا بالنعمة التي عندك شعورك إحساسك إنها موجودة وشكر الله عليها والتنعم فيها يعني في ناس سبحان الله عنده خير وما هو براضي فالرضا هو حالة نفسية طيبة من الأحوال النفسية الداخلية الطيبة حالة نفسية طيبة داخلية تشمل على السكينة على الطمأنينة على الإحساس الشعور الداخلي بأن هذا الوضع ممتاز وأن الوضع جيد وسواء كانت عزمة أو مصيبة يعني كيف أنا أرضى عن المصيبة مرئية علشان جدي مرئية حاوقات أحاول أفهمها كيف أنا أرضى عن المصيبة الآن مثلا خلن نقول مثلا خلن نقول إنه شخص خلن نحاول نضرب مثال شخص مثلا خسر تجارة في مثل دائما أضرب أنا ليهو مثل السفيرة الغارقة مثل السفيرة الغارقة هذا شخص عنده تجارة سفينة جاية والسفينة هذه غارقة لكن مع غرقها جاه معلومة شنو؟ شنو؟ يعني اللي قال له معلومة الغارقة قال له معلومة أخرى فقعد يضحاكم بصوته فرحان وش يتوقع ممكن تكون المعلومة هذه؟ إنه ممكن تكون إنه السفينة غارقة صح صح اللابس لمنغير الخطة من اللابس لمنجيب الإلكترونيات مثلا وإنه فيه سوق وإنه فيه مشروع وإنه فيه خير وإنه فيه بركة وإنه لاحظ معين هذا لو ما سمع لو ما أعرف المعلومة هذه أثناء أثناء حصول أثناء سماعه للمعلومة الغرق يمكن يضايق وتكدر كارثة يعني بالنسبة كارثة وش اللي صار هو الإشرضي لأنه عرف إنه في هذه المصيبة فيه خير جاي فيه خير أفضل منها إنه فيه مصلحة معينة إنه هذه المصيبة وإن كان ظاهرها شر لكن فيه خير فيه خير معين جاي الخير هذا قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخر وهذه هي ميزة المؤمن ميزة المؤمن دائما هو البعد الثالث أو حتى البعد الرابع اللي هو إنه الأشياء التي لنا صدع تحقيقها في هذه الدنيا بإذن الناس تتحقق لنا في الآخرة وهذا البعد غير موجود عند غير المؤمن وهذه ميزة ميزة لأن الراضي بالمناسبة الرضا قد يكون حتى عند غير المؤمنين لكن ميزة رضا المؤمنين إنه لا فيه 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 بعد زمني آخر اللي هو إنه فيه تعويض سيكون في الحياة الآخرة علم النفس الإسلامي لا يمكن أبدا أن ينفك عن مفهوم الآخرة لا يمكن مرتبط بشكل كبير جدا إنه أنت إذا أنت فهمت الآخرة ومعناها وأنها هي هي المرحلة التي يعني هي الحياة أصلا هي الحيوان كما جاء في القرآن يعني هي الحياة الكاملة التامة فهذا يجعلك حتى مصائب الدنيا البسيطة القليلة أو الكبيرة إنه بنسبة لك أنت يعني هي في طريق السفر يعني إحنا ما شينه بعدين إن شاء الله القادم سيكون أكبر فالرضا هو شعورك أو إحسازك الداخلي إنه لا فيه فيه يعني فيه خير في الموضوع فيه مصلحة معينة في الموضوع آآ 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 فيه إيمان بالحكمة إيمان بالحكمة الإلهية يعني مرة دخلت علي أنا بحوال أمسك دمعتي مرة دخلت علي مريضة كانت تدف عربية عربية أطفال لكن كان فيها شخص كبير مرة يعني بعدين عرفت ان عمره تقريباً 12-13 سنة مولود بإعاقة ولادية أثناء الولادة نقص كسفجين ولا أي سبب آخر فصار إعاقة تامة شلل رباعي كامل 12 سنة وهي تعاني معه تشير وتجيبه فأنا يعني كاني رحمتها يعني قلت الله يعينس على هذا الولد وكذا وما جوره إن شاء الله وصبر تحملي هذا الابتلاب من هذا الكلام هذا يعني المعتاد يعني فقالت لا هذا الولد خير ايه والله هذا الولد خير أنا اتركت الايادة مش خير هذا مثل هذول نتعلم منهم حنا دول مدرسة قالت كيف خير قلت يا الله هذا الولد هذا الولد هو اللي خلاني أقوم الليل هذا الولد هو اللي يعني عرفت كثير بالمعاني إسمائيل الله وصفاته من خلال يعني هذا الولد حين لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل شيء ليش الرحمن الرحيم نحن مبوحنا بنسوي شغل بنسوي عمل يعني العاقل كأنه يقول إنه بدل الرحمن الرحيم أنا نقول بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله الحكيم المدبر لأنه نجلسين نسوي الآن عمل لكن ليش الرحمن الرحيم حتى ما يغتر الإنسان حتى يعرف إنه دائما هو بحاجة الرحمة الله دائما هو بحاجة لرحمة هذا الرحيم سبحانه وتعالى فهي تقول لي لا لا والد هذا خير وبركة هو اللي علمني قيامه هو اللي كان سبب في قيم الليل هو اللي علمني أسماء الله الرحمن الرحيم أنا هي عامية يعني هو اللي خلاني أقرأ القرآن هو اللي خلاني أروح عمره كثير هذا هو الرضا رجاء أعلى من الصبر إنه إنه المصيبة كانت فرصة وسبب لدخول أحوال نفسية داخلية معنوية في الغالب جديدة عليها ما كان يمكن أن تدخل لو لا هذه المصيبة وهذه الأزمة وهذا كثير في الناس يعني كثير في الناس إنه يعني الأزمات تقويهم الأزمات تغير من بعض صفاتهم النفسية بس منا ستحوشهم مثلا تأنيم الضمير إنه في الأزمة تقرب من الله سبحانه وتعالى فيقول أنا وين يطول الوقت هذا قبل الحين وقت الأزمة قاعدة تقرب في ناس تقول والله تحس بشي نعم هذه قاعدة عندنا حين في علم النفس قاعدة الموازنات النفسية قاعدة الموازنات النفسية إنه أنت الآن في أثر عن أظن الحسن البصري يقول إنه لا يزال الناس مستورين حتى تأتيهم المصائب فتظهر حقائقه فيجي واحد يقول والله أنا جت المصيبة واكتشفت إني أنا ما أسوقش لا يا أخي لا أنت كنت مستور بستر الله وعايش مبسوط من أحسن ما يكون جت مصيبة كبيرة ما صبرت ولا رضيت والجزاعت وتتذمرت ما في مشكلة وقف أنت بحاجة إلى محاسبة للنفس لكن لست بحاجة إلى تقرير للنفس أنت لا تحتاج إلى تقرير للنفس لأن النفس إذا قرأت أكثر من اللازم في وقت الأزمات بالذات هي ما هي بنى أقصى هالنفس أنت بحاجة إلى محاسبة ومجاهدة وتستعين بالله وبإذن الله تعالى إنه هالفرصة هذه إن هالمصيبة دي أو الأزمة دي تصير فرصة لك إنه أنت ترتقي تتحسن يعني في فيه ثغرات كانت في البناء النفسي ما كانت مكشوفة فهالمصيبة دي أو الأزمة دي أو الشدة دي يعني خلت خلتك فرصة تشوف نفسك على حقيقتك وتشتغل عليها مو بتشوف نفسك على عاقدك وتلوم فيها وهي ما هي بناك صلوم دكتور في ناس بوقت وقت الأزمات نحن تكلمنا الحين عن الرضا قبل لا أدخل في التوكل في ناس بوقت ولا قبل لا ندشف الأزم خلنت أتكلم عن التوكل عشان مرة واحدة ندشف الأزمات ووقت الأزمات بس أود دي أنا تتكلم عن التوكل شنو التوكل بالمعنى العملي دكتور في فرق بين الاستراتيجيات الفردانية استراتيجيات الفردانية أنت قوي أنت بطل حقق ذاتك حل المشكلات في مفهوم الإسلامي لا لا هو الإسلامي قائم على استراتيجية الاستعانة إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزع لك السكينة والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قصة أم موسى وربطنا على قلبيها عارش معنى مفهوم الربط على القلب أنت عندك شنطة مثلا معلقها فوق في السيارة ويتراجل 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 ويحتز ويقوم ربطها بس ربطها عشان تثبت هذا هو الربط على القلب أنه يصير ثابت ما يحتز ويتزعزع وخايف ومربوش لو يصير ثابت هذا مفهوم الربط على القلب فشي اللي يصير اللي يصير أنه لما تكون الاستراتيجية العامة في علم النفس استراتيجية أنه أنت بطل وأنت قادر وحقق ذاتك في مقابل استراتيجية أخرى تقول لا أبذل السبب بس استعم بالله لا تغترب نفسك هنا يجي التوكل التوكل مش معناها شلو معناه أنه أنا أبذل السبب لكن أنا عارف أن الذي سيحقق النتائج هو الله سبحانه وتعالى أنا ما أكون مغترب نفسي ما أكون شايف نفسي أنه أنا أحسن واحد مثل مرة أنا أسمع مقابلة مع واحد تاجر تاجر هو كان لا 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 إعلامي إعلامي يقول أنا أصلا خطط لي هذه المرحلة قبل عشر سنوات كيف يا أخي يعني إلى هالدرجة أنا أنا كنت عارف وين أبصل إليك قبل عشر سنوات ما أعرف يا أخي الاستراتيجيات الكبرى في الدول أصلا كان يقولون خمسين بعد يخلوها حين خمس سنوات آخر أصلا خلوها سنة واحدة ما فيه شيء ما فيه أحد يقدر يتنبأ به هذا الغرور كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى الاستغناء هذا وصول الإنسان ورحة الاستغناء أنه أنا ما أحتاج الله علم النفس وكله ما يحتاج إلى الدين تعرف النقاش المتكرر الأسف الموجود الآن أنه لا تدخلون الدين في علم النفس كيف ما ندخل الدين في علم النفس أصلا النفس ما تنفصل عن الدين أصلا ما يمكن تنفصل عن الدين أصلا وهذا مثال هم يعتقدوني إذا قلنا أنه الدين لابد في علم النفس اللي بنمسك الناس يقولوا روح قوم وصلوا روح وصلوا هذا جهل منهم في مفهوم أصلا علاقة الدين بعلم النفس هذا مثال التوكل إيش معنى التوكل؟ أنه أنا ما أصير مغرور ما أصير ثقتي في نفسي ما تكون ثقافة ثقافة فردانية مركزية الإنسان لا مركزية الله ليست مركزية الإنسان فأنا أبذر السبب وأجتهد فيها في نفس الوقت أنا متوكل على الله يعني أعرف أن الله هو المسبب الأكبر سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب وفي نفس الوقت أحتسب الأجر عند الله أحتسب الأجر عند الله أنه أحتسب أجر المصيبة التي يجيني أحتسب أجر حتى شبكة يشاكه يعني أنت مأجور على كل شيء بس ماذا تكون مأجور وهذه نقاش بالمناسبة الفقهين أنه هل الأجر يحصل بمجرد وجود الأزمة المصيبة أو لا بد أحتسب فيها أنا في نظري أنه إذا ما احتسب ما تحسب له في نظري والله أنا ما أدري أنا ما أتألى على الله لكن فهمي أنا النفسي أنه إذا هو ما استحضر أثناء المصيبة أنه هذه فيها أجر وفيها خير حتى شوكتي وشاكها ما تحصل الفائدة النفسية له هي وش فائدة النفسي في الاحتساب هو وش الاحتساب هو أصلا فاصبر واحتسب بس الاحتساب شنو فرق بينه وبين الصبر أنا أشوف نفس الصبر لا 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 الاحتساب هو من المعنى هذا احتساب أنه أنت تحسب شيء معين إيش تحسب بالضبط الزمن أنه أنت الآن تعيش في هذا الزمن بس أنت عندك حسابات أخرى في زمن آخر غير موجود الآن الزمن هذا أصلا أنت ما تشوفه بس أنت عارف أنه في زمن آخر قادم في حسابات مختلفة هناك فأنت تنتظر أن يكون الجزاء والمحاسبة لك ليست في هذا الزمن فقط إنما حتى في الزمن البعيد هذولا مجموعة ناس طلعين للبر وضاعوا وضيعوا في الليل وهو يمشون يمشون قلين خلاص أنهكت قواهم بعدين شافوا الأنوار السيارات بعيدة ما يجيهم نشاط بلى ليش جاهم نشاط أمل لأنه عندهم أمل اللي هو الاحتساب هذا إنه أوه هو شاف شيء في زمن آخر جاي وقادم بعيد هو يشوف أثاره دفع عطاه قوة عطاه حماس وقام يمشي يركض حتى يصل إلى النور هذا هو نفس الاحتساب أنه أنت أنت مستحضر دائما أنه هالمصائب هذه وهالأزمات اللي يجيك وهذه كلها محسوبة عند الله ما يضع شيء العوام عندنا وش يقولون دائما يقول ما يضع عند الله شيء صحيح وش معنى ما يضع عند الله شيء يعني كلك هذا هو الاحتساب أنه أنت الأجر مكتوب لك نعود مرة أخرى للتوكل فالتوكل هو 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 الأسلوب الإسلامي فيما يسمى حل المشكلات في طريقة حل المشكلات وأنه أن تكتب المشكلة وأسبابها وعلاقها والحلول والخيارات تختار بينها طيب أين الله في كل هذه المعادلة حنا في في منظورنا دائما نقول أنه المفاهيم الإسلامية موجودة في معظم أو في غالب تصرفات يعني مثلا أنت بدلا ما نسميه حل المشكلات أصلا حنا ما نحن للمشكلات أصلا حنا نبذل الأسباب آه فك مفهوم ثاني حنا نبذل الأسباب نتوكل على الله ونستعين بالله ونرجو ونتفائل أن الله سبحانه وتحقق لنا ما نريد لكن ما ما نتألأ على الله ونتعالى وحنا كان عندي كان عندي مريضة يعني يعني دارسة دراسات يعني وجزء كبير من حياتها في الغرب وعندها اكتئاب فكنا نتناقش ونطبق موضوع حل المشكلات هذا معها وحسيت أنه يعني هي يعني لطيفة وكذا فقلت لها طيب وش رأيت له أنه يعني ندخل بموضوع الاستعانة في الموضوع يعني استعانة بالله وتوكر الله ونبون فقط حل المشكلات بعدين جت الجلسة القادمة ما أنسى الموقف هنا جت الجلسة القادمة يمكن تسمعنا هي يعني أمسي عليها بالخير واصب عليها بالخير أنت تعرضونا في الليل أو في النهار عنده في الليل في الليل في البودكاست في النهار فتقر تمسي وتصب الله يوفقها يا رب فكانت تقول أنا قعدت تفكر في كلامك كثير أنه فعلا يعني حنا نضيف عبء إضافي على أنفسنا إذا خلينا كل شيء على أنفسنا صحي لا مو كل شيء عليك مو كل شيء عليك أنت بطل وأنت قادر وحقق ذاتك لا يا أخي الله سبحانه وتعالى يعينك الله يساعدك شوف أصبر وما صبرك إلا بالله يثبت الله الذين آمنوا يعني 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 هو يجي من الله يجي من الله الصبر هذا والتوكل والقوة هذه تيجي من الله سبحانه وتعالى فأنت إذا صرت أنت تشعر أنه أنت لست بحاجة مثل ما قال واحد علم النفس كله من أول وآخر ليس بحاجة إلى الدين يعني كيف ليس بحاجة إلى الدين أنا لما في أبسط الأشياء أنا لما أبذل السبب يعني ما أحتاج إلى الله وأنا أبذل السبب أتوكل عليه وأستعلم بالله وأدعو الله هذا هو الدين واش معنى إدخال الدين في علم النفس إنه في الممارسات الحياتية المعتادة أنا أنا أقوي علم النفس بإضافة المفاهيم الدينية أنا أضيف إلى علم النفس قوة بأن أضيف له هذه المفاهيم الدينية يستعملها الناس هي مصدر إضافي لهم ومصدر قوة مصدر جديد مصدر مهم أدوات 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 مهمة جدا إن كان مصطرح أدوات هو مصطرح يعني إداري غربي غربي إداري يعني لا إداري أقصد فالتوكل هو أنه أن تبدل السبب بس ما تحاتي مني حل المشكلة أنا مو أنت اللي عليك تحل المشكلة تحاتي هذه عندكم تعني تقلق يعني أو لا تقلق صح تقلق تحاتي أنا أتكلم عن المحاتة الآن ما تقوله محاتة أنا جنو حاطة القلق 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 إن الواحد يفكر أن يعني مثلا واحد ينتظر نتيجة ولا ينتظر شوية حين قد ندخل في موضوع الأزمة نفسها ينتظر نتيجة ينتظر خبر معين ينتظر حكم ينتظر حتى لو نتيجة طبية قد تكون يفكر أبعاد شنو ممكن يصير ممكن تطلع النتيجة ممكن يطلع كذا ويكبر الموقف في مخة ويتفاقم هذه أي أداة مفروض نستخدمها في هذه الحالة كثير أدوات في أدوات قصيرة المدى في أدوات طويلة المدى أدوات قصيرة المدى في نسخة كثيرة منها من أشهرها مثلا نسخة المعرفة العقلانية إنه تلاقص الموضوع بعقلانية اللي هو الرواقية هذه الأبيقورية المفهوم الأبيقوري والرواقي في وقت الأزمات إنه بعقلانية وحسابات رياضية أحسب الموضوع بطريقة معينة إنه ما هي ما هو الدليل على إنه فعلا اللي أنا خايف منه بيصير أو ما هي الاحتمالات الأخرى اللي ممكن تصير طريقة عقلانية ومفيدة بحق نتائج وأنت ممكن تستعمل طرق أخرى طويلة المدى أيضا من الطرق طويلة المدى إنه مفهوم التسليم يعني هو القلق عبارة عن إيش هو هنا نقلق من إيش بالضبط نقلق من إن الأمور لن تكون كما نحب ونريد صح طيب إذن عارفين إنه ممكن تصير الأمور على خلاف ما نحب ونريد صح أكيد هذه الحياة كده ماشية هو شخص اللي عنده قلق هو غير مستوعب أو في لحظتها ما يكون مستوعب إنه أصلا لابد تصير أشياء كثيرة إحنا ما نقدر نتحكم فيها فإذا أنت اشتغلت على هذا المدى البعيد المدى أنت تحتاج تشتغل على أشياء قصيرة المدى وفي حلول كثيرة طبعا لموضوع القلق يعني في حلول قصيرة المدى لكن الآن تشتغل على مستوى طويل طويل المدى من أهم الأشياء قضيتين في القلق بالذات يعني قضية السكينة قضية التسليم أو اليقين السكينة إنه أنت تتعلم في لحظات القلق وهجوم القلق عليك تتعلم السكينة مهارة السكينة أو ملكة السكينة والسكينة تعني أنه أنت في لحظة القلق يا أخي ما تستغرب من أشياء يعني أنت تكون أنا دائما أحب أربط دائما بأشياء موجودة في الحياة يعني أنت تكون مثلا مثلا في سوق ولي شي وصير وصج ورج وترقى واحد قائد هذه صح طيب شلون طيب هل ممكن هل ممكن لنا نحن أن نكتسب هذه الصفة ولا لا ممكن نكتسبها الوالد رحمة الله تعالى كان عنده هذه الصفة رحمة الله تعالى كان عنده هذه الصفة إنه في وقات العزمات يعني 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 حنو مرينا يعني بحياتنا الحمد لله عياتنا طيبة وبنعمة وخير من الله لكن تمر عليك أشياء يعني مثل أختي رحمة الله عليها الكبرى رحمة الله عليها توفت بالسرطان وقالي ودلسني يمكن 13 سنة يعني وكانت صغيرة وكذا وانا كنت الكبير كنت بعدها على طول يعني وكان على وقت دخولي لكلية الطب وصعوبة كلية الطب يعني بس الوالد كان شاهل كل شي كان شاهل كل شي الوالد الله يرحم يرحمهم جميعا أنا فهمت معنى السكينة من الوالد إنه هل ممكن إنه أنا في لحظات الأخبار المزعجة جدا أكون ساكن وهادئ بالمناسبة السكينة درجات يعني يمكن ما تستطيع أنك تصل للمستوى بعض النوعيات اللي مر عالية في السكينة بس تستطيع أن تحقق 60% الرقم اللي قلناه قبل 60-70% وتتعلم هذا تتعلم وتتعلم ولذلك حنا عندنا برنامج برنامج السكينة خمس أسابيع يدخل الواحد برنامج هذا بنزل إن شاء الله قريبا في موقعنا يتصلح إن شاء الله فكرة كالتالي بسيطة جدا إنه كثير من المهارات النفسية فيها بعد تجريدي السكينة الرضاء الصبر صح والمتقدمين دائما يقولون إنه مثل المفاهيم هذه لازم أن تجربها عشان تفهمها طيب نحن نجيب الناس خمسة أسابيع لماذا خمسة أسابيع كيف نعطيهم محاضرة أسبوع ونتهينا لأنه لازم يجرب مرة ومرتين وثلاث واربع ويتعلم وأنا أستطيع أقول لك إنه بدون أدنى نقاش على الأقل 60-70% من الناس سيتحسنون سهي شنو فكرة السكينة شون تصل يعني أول شيء مفهوم إنه السكينة ممكن تحصيلها هذا أهم شيء لأنه في عقبة عند كثير من الناس إنه يقول لك يا أخي لا أنا مختلف أنا ما أنا ما أنا ما أقدر أحصل هذه توهم العجز عن تحصيل بعض الصفات النفسية أو عن التخلص بعض الصفات النفسية السيئة فنشتغل على هذا كثير بس في ناس يقول لك عقبة 35 سنة يتشكل العقل وصعب أن تغير غير صحي غير صحي في نظريات أسوأ من هذه في نظريات تقول أن الإنسان يقفل في السنة الثالثة عمره ثالث سنوات في سنة في بعض نقول خمس سنة سبع سنة كله غير صحي الإنسان يستطيع أن يتغير في أي لحظة يمكن درجات الصعوبة أو والسهولة مختلفة لكن حنا شفنا عينات كثيرة جدا يا أناس في أعمار مختلفة جدا وتغيروا يا أخي أنا إلى الآن إلى الآن وأنا أغير في صفاتي وأنا جلس أبربر على العالم وأتكلم مع الناس إله وأنا جلس تغير في أشياء في أشياء غيرت في أشياء ما غيرت بسنة شغال لا يتوقف وهي رحلة عمر يعني شغلك على نفسك مرة أخرى مرجع لموضوع الاستعجال أنه أنت بتصير أحسن إنسان في خلال الثالث السابيع ما في ما في فالسكينة برنامج يدخل الواحد عليه أول شيء قضية توهم العجلة ممكن السكينة تحصيلها بعدين يتعلم المهارات الأساسية في إحنا سميناها البصيرة بالنفس إنه وشمعنا البصيرة بالنفس إنه أنت تصير فاهم نفسك عارف نفسك ما تتخدع نفسك عارف وش قوتها وش ضعفها وين النقاط اللي جيدة وين النقاط المهم مثلا إنه ومن ضمن البصيرة شيء سمناها البصيرة المبكرة إنه إنه أنت في لاحظات الأزمات أو القلق أو التوتر تنتبه مباشرة لنفسك الإدراك المبكر وهذا بالمناسبة موجود في نظريات كثيرة حين يستمرون الإدراك المبكر إنه أنت تدرك بشكل مبكر في وقت مبكر تدرك إنه لحظة أنا الآن أغضب أنا الآن مثلا زعلان أنا الآن متوتر تحصر تحصر الأشياء اللي أنت زعلان فيها بعدين مهارة جدا ممتازة اللي هي الاكتساب المباشر أو التقمص المباشر الآن الناس الهاديين الناس الساكنين عادتنا كيف يسوون خلا بأسوي مثلهم خلا أمثل تمثلي تمثل مرة الأولى الثانية ثلاثة ربالي إلى أن تتقنهم وبحلنا الآن لما يجي واحد أول ما يمسك السيارة ما يمسك لفة دراكسون نفس الفكرة يعني شوي شوي لين يتقنوا فيبدأ هو في البداية أنه يتعلم أنه كيف هي عبارة عن ميزان أول شيء الانفعالات السلبية الثائرة يهديها شوي شوي ويحل محلها صفات الهدوء السكينة ويبدأ يتعلمها صبر الانتظار وأنه يواجه الانفعال هذا بهدوء عدم توتر عدم تدمر عدم تشكي عدم تسخط عدم جزع ومع صبر يتحمل يتحمل الانفعال هذا إلى أن يخف من نفسه ويبدأ يزيد مستوى يزيد مستوى السكينة عنده وأنا جربت هذا في العيادة كثير وبإن شاء الله نحن ناوين نسوي عليها كل 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 ويقلناه هذا يعني هو يعني احنا يعني يشتغل عليه يعني في الفترات القريبة والآن نحن نشغالين لأنه مهم جدا مهم جدا إثبات هذا بالأبحاث الميدانية دكتور في ناس تقول لك التنفس مهم جدا في أثناء العزمة نعم يعني هل هذا شيء؟ التنفس في خلاف حتى في المدرسة الغربية في خلاف يعني مثلا المدرسة اللي أنا عن تميلها ما يستعمل التنفس ما يستعمل التنفس يعني هو يعني أنت حافظ على هدوك عن طريق محافظة على التنفس وهو الفكري والشي اللي يقولون التنفس مفيد أنه فإنه لما تتنفس أنت تخف لك إحنا وش نقول إحنا نقول أنه لا إذا أنت ركزت على التنفس يصبح هو الاستراتيجية الأكبر لك فهذا يحرمك من تقلية البناء النفسي أنت بحديك عن الحلول السريعة الحلول العاجلة الحلول قصيرة المدى أنت ما تشتغل لا الحلول الشو أنك أنت لازم تجرب المعاناة حتى تستطيع التعافي منها يجب أن تجرب المعاناة وأن تذوقها مع مواجهة وثبات وصبر وتحمل حتى تستطيع أن تتعافي منها إذا أنت دائما تهرب من المعاناة تهرب من الألم والتنفس والكفي والشور والباث والأشياء هذه طيب أنت كذا ما ما عطيت نفسك فرصة أنها تجرب المعاناة بطريقة مختلفة طيب تواجه المعاناة تواجه المعاناة بالمناسبة يعني غالبية النظريات النفسية الغربية الآن الآن متجهة لهذا اتجاه اتجاه أنه الطريقة السليمة هي هذه وإن كانت نسخ مختلفة طبعا بطرق مختلفة بأساليين مختلفة لكن فيه اتجاه عام عند غالبية النظريات النفسية الغربية على الأقل الجديدة يعني أنه أنه لا هو هو الهروب من المعاناة مشكلة أصلا مصطلح الهروب مصطلح من نفسي مشهوره من وين شاء من هذا المفهوم من هذا المفهوم أنه الناس الذين يحلوا مشكلاتهم بالهروب يصيره مثل يعني المسكينات السريعة دي مسكينات سريعة سريعة لكنه على المدى البعيد هو يتحاشى الألم يتحاشى المعاناة يتحاشى المرور بلذعة الانفعال السلبي هذا لذعة المشاعر السلبية هذه كلما يتحاشاها ماذا يصير على المدى البعيد يصير بناءه هش ضعيف ما يتحمل وش كان نقاش نحن كنا نتكلم عن عن وقت الأزمة وقت القلق خلق وقت الأزمة في تشتت وقت الأزمة دكتور يعني أنه وقت لما يصير فيه أزمة واحد يصرح أكثر يصير ممركز أكثر وفي ناس ما شاء الله يعني حتى ممكن قبل الأزمة ولا بعد الأزمة ما شاء الله تلقاهم مركزين معاك يعني ويشتغلون بس في واحد ذحاشته أزمة صحية يتشتت شنو ديش الواحد يتشتت شنو الواحد شون ممكن يحافظ على تركيزها هو أحد الأعراض المصاحبة للقلق ضعف التركيز أنا عندي عبارة دايما أقولها للمرضى وللطلاب أنه في الاكتئاب المكاين كلها طافية في القلق المكاين كلها شغالة عكسها في المكاين كلها شغالة ومربوشة ودوشة ولا أعرف ركز تاج مدير يديرها شوي تاج مدير يديرها فعلنا صحيح تاج مدير يدير هو نرجع مرة أخرى للقلق القلق هو أن الشخص يريد أن الأشياء تصير مئة بالمئة على ما يريد وعلى ما يحب لكن هذه ليست طبيعة الحياة فهو يتعلم يتعلم قضية التسليم بحتميات هذه الحياة أنه فيه أشياء أكيد فيه أشياء تبي تصير على أنت ما تحب إذا فهمت هذا أنت ليش تقلق أن تقلق من أن يتصير أشياء ما تحب طب هو فيه أشياء فعلا ستحصل على غير ما تحب فهذا المفهوم يجعلك أنك خلاص يعني أصلا أنا قلقت ولا ما قلقت طبعا في عبارة مشهورة يعني أن القلق لا يغير من النتائج وفي مثل دائما إذا صار فيه مثل ما أحد يعرف من أصله قال فيه مثل صيني ما أدري من جايبين هذه يقولون فيه مثل صيني أنه لا تعبر الجسر قبل الوصول إليه العرب عندهم عبارة لطيفة جدا عندهم عبارة يقول الخوف أشد من المخوف يعني الخوف نفسه هذا هو أشد من أن تخايف منه أشد من أن تخايف منه أنت خايف مثلا من أنه ولدك يمرض ويتعب إيه بس أنت لك عشر سنوات كل مرة كل ما مرض ولدك خفت أنه يمرض خفت أنه يموت خفت أنه يتعب الخوف بالنسبة لك صار أصعب عليك وأشد عليك من لو مات ورتحت صح فالقلق دائما فيه استراتيجيات قصيرة المدى وفيه استراتيجيات طويلة المدى استراتيجيات قصيرة المدى هي في الغالب استراتيجيات عقلانية وإنفعالية العقلانية تتمثل فيه خطاب داخلي للنفس أنه يعني بطريقة عقلانية أنه هل هذا فعلا يعني يستحق القلق عليه هل فعلا يعني معلومة القلق هذه هل هي معلومة صحيحة القلق عبارة عن هيش عبارة عن معلومة خاطئة الآن أنتوا عندكم جرس انذار هنا ولا لا مفروض يكون في جرس ينبلغ عنك نحن عثق يا دكتور ما في جرس انذار خربت علي المثل نتخيل في واحد جرس الانذار هذا كاشف الدخان أحرجتنا دكتور أنا بلغ عنك أنا جرس الانذار هذا وش مهمته إذا فيه دخان إذا فيه دخان طب إذا أنت مثلا جرس الانذار كل شوي يرن ولا فيه دخان إذا سمعته مرة ثانية تستجيب له لا ما تستجيب مريض القلق يستجيب الآن مثلا الآن مثلا أنتو في دائرة حكمية أو مسلشفة أو مبناء أو سوق أو شيء وجاءكم من فوق إعلان انتباه انتباه سيرون الجرس بعد أربع دقائق أرجال أحد يخاف إذا رأنا فيه أحد بيخاف مريض القلق يخاف 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 هو القلق عبارة عن معلومة كاذبة معلومة كاذبة معلومة تقول لك يبي يصير يبي يصير يبي يصير يبي يصير ما ما هو بصير حيث قصيرة المدى قصيرة المدى تدور على فكرة واحد فكرة واحدة أنه أنه لأنت تخاف منه ما هو بصير استراتيجيات طويلة المدى أنه طيب ممكن تصير أشياء في الحياة إحنا ما 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 نحبها ممكن يموت أحبابنا ممكن يقلق ممكن نمرض ممكن نخسر ممكن فهذا استراتيجيات طويلة المدى اللي تشتغل على التسليم بالمناسبة يعني هذا التقسيم موجود حتى عند النظريات الغربية عندهم 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 استراتيجيات قصيرة المدى عندهم استراتيجيات طويلة المدى لكن يعني كل ثقافة لها لها طريقتها في في مناقشة القضايا النفسية بإدراج مفهيمها مصطلحاتها التي 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 تهمها الأبحاث التي أجريت على النظريات الغربية في معدل استجابة مرضى القلق للتدخلات سواء قصيرة المدى أو طريقة المدى جيدة يعني 60% تقريبا من الناس يتحسنون 60% من الناس يتحسنون بس دكتورة في ناس تشك يعني شكاكة تشك يعني بارانوية ما دري يشك بنفسها يشك بأي شيء يصير حوله أكيد في نظرية مؤامرة أكيد عرفت هذول 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 هل يتقى بالنفس نقدر نقول لا هي أنواع طبعا في نوع منها ذهاني أو شبيه بالذهاني هذا وضع مختلف ما يعني ذهاني يعني أشبه بالجنون يعني في اقتلال في التصورات في الإدراك في اقتلال في إدراك الخارج وفي ناس لا خواف وأقرب إلى الخوف أقرب إلى عدم الثقة بالآخرين طبع طبع وسمة أكثر من كونه حالة أو عرض ذهانية أو حالة ذهانية فإذا كان هذا ذهانية موضوع مختلف يعني يحتاج إلى تدخلات بطريقة مختلفة لكن إذا كان لا طبع أو سيمة غالبا تكون ناشئة من عدم الثقة بالآخرين في شيء يقول لك الثقة بالنفس هي نص نجاح المشروع ونص نجاح شغل شو رايك بالمقولة هذه هل في موقع لثقة النفس في علم النفس الذي تتكلم عنه إيه يعني هو هو الثقة بالنفس يعتبدوش تعريفك لها إذا أن تعريفك للثقة بالنفس اللي شجاعة والقوة يعني أعتقد استعمال مصطلح الشجاعة والقوة مهم بدون ما نستخدم بدون الحاجة إلى مصطلح الثقة بالنفس فنقول والله إنسان يجب أن يكون شجاع يجب أن يكون قوي يجب أن يكون جريء خلاص ونحقق الهدف بدون ما نستعمل هذا المصطلح اللي فيه إشكالات الثقة بالنفس فيها إشكالات فيها إشكالات المرسوى الثقافي إنه الكلام اللي قلناه قبله شوي الثقافة الفردانية أنت القوي أنت القوي الثقافة الفردانية مركزية الإنسان مقابل مركزية الله والاستعالى بالله لكن فيها إشكالات نفسية أيضا اللي قصة اللي قلت لك يا قصة المريضة هذه إنه يعني ترى مفاهيم حد المشكلات مفاهيم الثقة بالنفس أنا أرى أنها تضيف عب على الإنسان وتحمله كل شي هو لازم يصلح كل شي يعني هو لازم كل الثقة العليه بدون 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 يقين داخلي إنه لا الله معه الله سينصر الله سيقويه فهناك فرق بين شخص يعني اعتماده على نفسه فقط وبين شخص اعتماده على الله سبحانه وتعالى ويرى أن الجهد اللي يبدله هو سبب شوف لاحظ لاحظ الطريقة الإسلامية في التعبير وترى دقيقة جدا يعني يسمونه بذل السبب صح وش معنى بذل السبب يعني أنا أبذل السبب أسول لي علي حتى العوام عندنا يقولوا أن تسول لي علي كل باقي على الله ومو أقول باقي على الله وكله على الله طبعا بس يعني مصطلح العوام يعني فأنت تسول لي عليك تبدل السبب لكن يعني مش أنت اللي تحقق النتائج صح فيعني الثقة بالنفس مو مصطلح دقيقي نحن ما نحبه نحن ما نحبه النضج العاطفي في ناس قلتك ناضجين عاطفية الناس هذول يعانون من عدم نضج عاطفي حبيبي فيصل المصطلحات ما تنتهي أنا أكلبك عن النضج العاطفي ليش؟ لأن في ناس لما يدشون بأزمة نحن بنص الأزمة وش مع النضج العاطفي؟ أنا قاعد أقول أنا أخترت هذا المصطلح لكن أنت تقولي المصطلح أنا أعطيك سيناريو شخصا الله يسلمك الآن شخص في أزمة معينة تلقى هذا الشخص في إدارة الأزمة ذهنة عاضر معك هادئ يركز معك ويهي لاتصال من مثلا ولده شي سخيف ما يطلع حارثة فيه بعدني يك شخص ثاني تحسه يعني شوية قلق وممكن يطلع الغضب اللي فيه ولا توتره على أشخاص ثانين أنا هذا الشخص اللي أقول ممكن أقول عنه غير ناضج عاطفيا ما يعرف يتعامل مع عاطفته لكن الشخص الأول لا هادئ متزن طيب يعني مصطلع ما فيه أشكال يعني المصطلحات المصطلحات هي بحسب تفصيل بحسب تعريفها تمام يعني إذا أنت والله تتكلم عن شخص عنده قدرة على إدارة انفعالاته بشكل واضح هذا شنو صفته السكينة موزعة هي على شك كثير السكينة مثلا العلاقات مع الآخرين يعني فيه ناس يبحث عن الطرف الضعيف في شبكة علاقاته ويلقي عليه مخلفاته النفسية يلقى عليها مشكلاته النفسية فمثلا إذا كان الأولاد هم هم نقطة الأضعف في شبكة علاقاته للأسف الشديد هذولا من أسوأ الناس ليش الرصوصة يسألون يلقى لخيركم خيركم أهله لأن الأضعف هي الشبكة لا تخلي أنت أهلك وأولادك وزوجتك أو زوجك وأعيالك تخليهم هم ما تكب نفاياتك النفسية ما تكب مشكلاتك النفسية الأكس هم أولى الناس هم أولى الناس بأنك تتعامل معهم أفضل المعاملة وأحسن معاملة تلقى الواحد يدخل من الدوام نفسه براس خشبه كيف تعبرونا نفس التعبير أي يعني شنو ممكن نقوله واحد منفس منفس لكن لو ديجي اتصال من أصدقائه حين عند الباب أهلا حياكم الله تفضلوا ارحبوا يا مرحبا صح في وعيد ناس جديد ويفك الكشرة طيب ليش يا أخي ليش بمناسبة فك الكشرة بالمناسبة لو لاحظوا وش سوى هذا استطاع أنه يغير حالته المزاجية صح صح بتكه وليس يجي عندك في عادة يقول أنا ما أقدر وأنا ما أستطيع طيب أنت يا أخي أمس مغير حالتك المزاجية بتكه واحدة بس يقول لك الأسرة هو مكان الراحة اللي يقدر يعني يريع الأسرة هو المكان اللي أنت استطيع اللي يستحق منك أفضل ما عندك أي الأسرة هو المكان اللي يستحق أفضل ما عندك هو هو أنت عارف يش يسوي كذا هو وما هو بعارف كيف ينفس عن المشكلات ما بعارف كيف يحل المشكلات فهو مثلا في الدوام المدير المدير يلطش فيه وزملاء يستهزئون فيه ويحتقرون وإلى آخر فيجي عنده في البيت يحط الحرة في المدام وفي الأولاد لأنه هو عاجز عن إدارة المشكلة في العمل أصلا ولو دارها في العمل بشكل جيد أو هم يقولون بشكل جيد ليس لغة فصيحة لو دارها إدارة جيدة في العمل ما أحتاج أنه يعني يجعل أسرته هي مكب نفاياته النفسية أو مشكلاته النفسية ما أدري المصلح هذا صحيح لا أدري أعجبكم جيد أعجبني حلو حتى نحن نتكلم عن دور العبادات في إدارة الأزمة أنت في أزمة هل في أنت في البداية ذكرت دكتور عشان أذكرك وذكر المستمع أنه قد تكون العبادة هي واجبات عليك وما لها أثر نفسي أنت فهمت منك لكن دور العبادات أثناء الأزمات هل ممكن الدعاء ما تكلمنا عنها دكتور صحيح نحن عندنا خاط أصلا استراتيجيتنا في التعاوم على الأزمات ثلاثة استراتيجية الأساسية الأولى الشغل على الصفات النفسية والثانية بدل الأسباب والتوكل والآخر والثالثة شيء سمعنا أننا المسارات الموازية المسارات الموازية هذه أنه أنت في وقت الأزمة لازم تشتغل الأشياء موازية الهدف منها هذه أشياء موازية أنها تكويك من ضمن العبادات من ضمنها الجانب الدين العبادات ونحن نعرف في ثقافتنا العامية أنه الناس يقول لك والله مثلا ماتت ولد مات ولدها ولا شيء راحت مك خذت عمره وشربت زمنزم ورجعت ورتاحت وراحت حجت أو أنه راح التعبان نفسي يروح يصلي ركعتين يقوم قبل الفجر بساعة نصف ساعة ويصلي لله في الليل أنا أوما بدأت ألاحظ أهمية العبادة قديم جدا في العيادة كان يجيون ناس في العيادة ويقول أن المشايخ يقولون صلوا تنبسطون وتنحل مشاكل لكم صلينا ما نحلت مشاكلنا هذا السؤال فلسفي عميق بالنسب لي كان ذاك فلسفي عميق جدا وش القصة يعني وين المشكلة وين الخلل طبعا تضح لي عدة أشياء لكن اللي بنقشها الآن قضية مهمة أنه أنه العبادات أصلا حتى تحقق لك الراحة النفسية مش شرط أنه تنحل المشكلة لكن نحن نتكلم عن راحة النفسية يجب أن تؤدى العبادة بطريقة مختلفة شون أنا عندنا دورة قديمة نقدمها من زمان كيف نستفيد نفسيا من العبادات وأظنها موجودة في اليوتيوب كيف نستفيد نفسيا من الصلاة كيف نستفيد نفسيا من قراءة القرآن أنه علاقتنا مع العبادة يجب أن تتغير شوي يجب أن نؤدي العبادة بطريقة مختلفة يعني موما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال طيب كيف أرحنا بها يا بلال يعني أنه بيرتاح لو لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يعني أشتده عليه الأمور أمور دارة الدولة والجيوش وكذا فازع إلى الصلاة في معناها أنه ممكن الصلاة يكون لفايدة نفسية بس بشرط أنها تؤدى بطريقة صحية فأنا كنت مشغول مهموم طول السنوات الماضية أنه كيف ممكن للناس دائما ينسألون أشياء يعني واضحة صح حتى نرجع لها بحيث ونقدر نطبقها كيف كيف ممكن تؤدى العبادة بطريقة تكون مفيدة نفسية للإنسان فوجدت أنه فيه لما قرأت كتب الفقهاء اشتغلت فقه كتب الفقهاء كيف يتكلمون عن الصلاة فوجدت أنه فيه أشياء كثيرة ممكن يستفيد منها لاحط عدة أشياء الأول لاحطت موضوع الزمن أنه يصلي مستعجل بسرعة ما أعطي الحق أصلا الانفعالات والنفس أنها تستفيد من الصلاة فلابد فيه عامل في الزمن طيب كم الزمن فشفت الصلاة وجدت قاعدة صرت أقولها يعني للناس في الدورات والطلاب وغيرها قاعدة أربعة وخمسة أنه التسليمة اللي هي الركعتين أربعة دقائق أقل شيء يعني الركعة دقائقتين وخمسة وش شي خمسة خمسة ليه تسبيحات خمس تسبيحات قد أول ما نبدأ أو على المفتاح أنه أنت يعني ما تستعجل في عداء الصلاة حتى تستفيد منها صلاة حتى تكون الصلاة راحة وهادية ما تكون دوك 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 وأنا اشتغلت يعني اشتغلت صغل كثير يعني فيلد فيلد ستادي يعني كنت روح لمساجد مثلا وأشغل الساعة وأشغل أراقب الناس كم يصلون كم يصلون من بعيد تقل مراقب ها مه باقتش كنت شفت أنه الغالبية العظمة يصلي الركعتين في دقيقة دقيقة ونص سرغل طيب بعدين يجي يقول لي ما استفدت منها طيب يعني أكيد ما يحن تستفيد منها على عامل الأول أنه الزمن قاعة أربعة وخمسة أربعة دقائق للتسليم يعني التسليم دقيقتين يعني الركعة دقيقتين وخمس تسبيحات هذا العامل رقم واحد رقم اثنين في حديث معروف أعتقد معروف عند الناس كلهم اللي هو حديث الرجل اللي لم يطمئن في الصراحة هذا هذا واحد من الصحابة غير معروف غير مشهور يعني ما ذكر اسمه حتى كان رقم السلام جالس في المسجد كالعادة المسجد هو المدرسة وهو الجامعة وهو دارة الحكم وهو قصر الحكم وهو فكان جالس مع الصحابة يتناقشون في قضية أو درس ديني أو موعظة أو شي فدخل هذا الصحابي وصلى بعيد عنهم عشان عشان بيلتحق معهم في المجلس في الجلسة فلما صلى خلص جاء يدخل قال على سلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي طب مهم من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يفضح في الناس قدام الناس وكذا بس أكيد أنه في قضية كبيرة مرة فالمسكين هذا يعني هذه صلاته وهو ما يعرف الله كذا فخلاص الرسول قاله رح رجع وصلى صلى ورجع مرة ثانية نفس طريقته اللي عموم تعود عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي راح وصلى ثلاث مرات يمجر رابع قال يا رسول الله والله أنا لا أعرف إلا هذا أنا هذه صلاتي ما أعرف إلا هي علمني ما هو الشيء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد إيش هو الطمأنينة فجعلنا الركن الثاني الطمأنينة شمعنا الطمأنينة الطمأنينة هي حنا في مفهومنا شيء ظاهر يعني إرخاء المفاصل في كل الركن إنه كل ركن أركان الصلاة له وضع تشريحي معين لك بعض الناس لما يجي يصلي مثلا لما يجي يصلي مثلا وواقف شاهد كذا يا أخي ليش شاهد رابط أحزمة فيتعلم كيف إنه يخليها على وضع تشريحي مرتاح مرتاح لما يجي يركع يركع على وضع تشريحي المرتاح لما يجي يسجد يسجد على وضع على وضع التشريحي المرتاح فالآن عندنا الزمن وعندنا طمأنينة المفاصل والحركات والعضلات والحركات إذا جمع الثنتين هذولي مع الثالث اللي هو استشعار المعاني استحضار المعاني الإيمانية في الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حميدة يعني ما نسمع العالم حميدة سمع الله لمن حميدة يعني إقرار كل مرة نقول إن الذي يحمد الله ويشكر ويثني عليه فأن الله تعالى يعرف ذلك منه يسمع منه وذلك القيام هذه أحيانا يسمعه قيام الحمد يعني تحمد الله وتشكره وحنا قلنا قبل شوي الرضا والحمد والشكر فالصلاة هي ما تلاحظ القرآن دايما الصلاة توبض مع الصبر صح ليش يعني أنه أنت أصلا عشان تصلي وتحط الساعة وتترك الفراش وتروح تتوظى وتروح تصلي في المسجد ووقت النوم يبغى له صبر هذا هنا في موضوع الحمد فأنت الصلاة دائما تذكرك بالحمد الله رب العالمين وسمع الله لمن حمده والاستغفار سبحانه ربي الأعلى فأنت استحضر المعاني هذا كل ركعة كل مرة طبعا في حديث الحمد لله في حديث أنه يعني أنه الإنسان يعني يكتب له من صلاته من صلاته عشرها تسعها ثمنها يعني ليس متوقع من الإنسان أنه يكون في كامل حالته الروحانية في وقت الصلاة لكن على الأقل يحصر أكبر قدر ممكن مثل هذا الذي قلناه في الصلاة يقال في قراءة القرآن يعني في أطمأنان للقلب في قراءة القرآن في أطمأنان في أطمأنين هذا كلام الله سبحانه وتعالى أرى بذكي لا تطمأنه القلوب طيب فينا سيقرأ قرآن ما تطمأنه القلوب ليش يخلص بما سعود يقول لا يكون همك آخر السورة هناك نقطة في القرآن لاحظتها وهي مديم يكتب في الكتب بس أنا لاحظتها أنت علاقتك مع القرآن تتجدد كل فترة تترقى مع الوقت مع طول الصيبة مع القرآن تصبح تفهم القرآن أكثر يصبح القرآن يؤثر عليك أكثر يصبح القرآن لأثارك أكثر لأنه خلاص علاقتك معه علاقتك الآن في ناس علاقتهم مع القرآن علاقة واجب أنا لازم أقرأ كل يوم جزء نصف جزء حزب وبسرعة خلصه في أي وقت وهو ماشي في السيارة لا يا أخي لا يمكن لك أجر لك ثواب كل حرف بالقرآن صح يمكن لك أجر بس أنت تتكلم عن تسألني أنا من ناحية نفسية يعني لا أنت يا أخي لازم تصيل صرتك بالقرآن صلة وحانية إيمانية بعدين الناس أصحاب أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يعني أهل القرآن ناس يعني يعني خلاص علاقتهم مع القرآن ما هيب علاقة واجب لازم أخلصه وفي ناس يغى القرآن عشان حمايةه من الأمراض طيب كويس ممكن تتحصل هذا الأمر لكن إذا أردت أن القرآن يكون تأثير عليك نفسي يجب أن تكون صلتك مع القرآن صلة إيمانية علاقة دائمة روحانية علاقة روحانية ما أود أن أقول علاقة صداقة يعني يمكن أن يصل علاقة صداقة لكن يعني علاقة علاقة مستمرة فهذه العبادات إذا أنت أديت العبادات صارت علاقتك مع الله بعدين أصلا علاقة مع الله أنا عندنا تصنيف لأنواء العلاقة مع الله يمكن ما تذكر كامل التصنيف الآن لأنه أنت الحين أنت والفريق الإعداد رفضت تعطوني الأسئلة قبل قبل المقابلة محاورة وحتى محاور يعني الطرف محاور عشان نأخذك على فأنا جاي الحين على العفوية جاي عفوي بالأكس تحاول أن تذكر بس ما أدري إلا الحين عنا ماشي نكويس قطها براسنا فالعلاقة مع الله في أنواع للعلاقة مع الله في ناس علاقتهم مع الله اللي قلناها قبل شوي علاقة مطالب أنا أعبدك أن تعطيني حياة كويسة كأنه بزنس كأنه بزنس بالضبط كأنه بزنس موظف أنا موظف في شركة أشتغل لشركة نهاية الشهر يعطوني راتب نهاية الشهر ما يعطوني راتب مع السلام يعني ذلك علاقتهم هذا النوعية من العلاقات هم أكثر الناس وقوعا في الأزمات الوجودية وفي الشك وفي التذمر وفي الجزع وعدم الرضا وعدم الصبر لأنه أصلا هو فهم الحياة غلط أصلا هو فهم العلاقة مع الله غلط أنه أنا أعبد الله حتى يحسن لي الدنيا لا يعني لا الثاني اللي هو العلاقة مع الله علاقة الرعب خايف مربوش بيصلي بس عشان ما يدخل النار يعني يقل القرآن بس عشان يحفظ من الأمراض ومن يصلي للفجر حتى يكون في ذمة الله وهذا كله كويس مشروع بس ما بهذه حقيقة العبودية وفي نوع علاقته مع الله علاقة يعني رجاء اللي هو المرجع هذولا اللي هو أنه يعني أهم شيء أهم شيء أنك تؤمن بوجود الله ومش لازم طاعات مش لازم روتينية يعني مش لازم يعني لا مش روتينية لا مش لازم حلال وحرام ومش لازم يعني واجبات مش لازم مش أنا مؤمن أن الله موجود وأنا أحب الله وأحب الله في القلب من غير واجبات هذا يزعى إذا مثلا تكلمت عن الحلال والحرام ويزعى مثلا إذا قلت له لازم تصلي لازم تصوم يا أخي خلنا بس حقوق من غير واجبات حقوق من غير واجبات في نوع اللي قلت أنت روتينية هذا علاقة الغفل هو يصلي ويصوم وكذا بس ما يعني ما هم مستحظر حقيقة يعني العبودية إيش أفضل أنواع العلاقات مع الله هي علاقة العبودية علاقة العبد مع المعبود المخلوق مع الخالق إنه أنا أعبد الله لأن الله يستحق العبادة سبحانه وتعالى ويترتب على هذا إن أنا أعبد الله لأن الله وعدني المستحق للعبادة وعدني إذا أنا عبدته سبحانه وتعالى أنه سيعطيني آخرة وهي الجنة وقد قد يعطيني دنيا جيدة وقد ما يعطوني دنيا جيدة أنا منصوص عليها في القرآن واضح في ناس دنياهم تكون كويسة وناس دنياهم ما تصير كويسة فإذا أنت فهمت هذه المعادلة في العلاقة مع الله ما تقع في مشكلة الأزمات الوجودية ويا كثر ما يجينا مرضى في العيادة زوجة مضحية وصابرة ومؤمنة وزوجها فاجر ولا فاسق ولا مجرم ولا شيطاني ولا عفريد فهي بعد عشرين سنة ثلاثين سنة من الزواج تقول ليش يا ربي كذا يعني أنا الكويسة وتعباني نفسي وهو مبسوط وعايش حياته مبسوط وفرحان وأنا اللي عندي اكتئاب وجاي العيادة للدكتور وهو مبسوط ولا فكر ولا شي هذا النوع من الناس ليش وصل لمرحلة هذه لأنه لأنه أصلا مفهوم رقنا الأول من أركان البناء النفسي لرقنا التصورات وفهم الحياة وفهم الدنيا من قال لكم أصلا أنه أنه القاعدة اللي أنت والله أعطيها قاعدة صحيحة أنه أنه الإنسان الكويس الممتاز أنه يجب أن تكون نتائجه في الدنيا ممتازة توقع هذا يقول لك الناس يتمنون هذه أمنيات الناس أنه شو نقول للناس نقول أنه أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنا في الآخرة حسنا أحسن الناس هو اللي جمع الله والله والدنيا والآخرة ممتازة يعطيني اليابين يعني هو يدعي هاي بيعطيني ربي لما هم يعطيني لا يا أخي الدعاء أحسن وصف الله أنه سبب من الأسباب لكنه سبب شرعي أنت مثلا أنت الآن عندك آآ آآ تجارة ففي أسباب مادية تسويها تروح تخطط وتجمع لك فلوس ورأس مال وتجيب لك مستثمرين وتتغل في شراكة وتجيب موظفين وهذا لازم تأديه على أحسن وجه حنا هذا نسميه حنا السبب المادية والسبب الحسن لكن في أسباب شرعية الدعاء توكل على الله حسن الضم بالله عدم أكل الحرام الصدقة هذه أسباب شرعية إذا أنت عملت هذه الأسباب الشرعية فإن الأسباب الشرعية قد تحقق نتائجها في الدنيا قد لا تحقق نتائجها الدعاء مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بكل وضوح أن الدعاء ثلاث احتمالات إما أنه الله يعطيك ما تبيه تماما أو أنه لا ما يعطيك ما تبيه لكن الله ما يخليك ما يضيع دعائك إما يعوضك بشي في الدنيا أن تشوفه تحس أوه والله أنا فعلا دعوت الله بهذا بس أعطاني شيء بداله أو يعوضك في الدنيا بشيء أنت ما شفت ما تدعني أنه ما تحس فيه أصلا أصلا إما شر يمنعه منك أو خير من طريق ثاني يعطاك إياه وأنت ما انتبهت أو لا هذا ولا هذا لكن أعطيك شيء في الآخرة فالدعاء ما يضيع يعني هو سبب شرعي ما يضيع يعني النتائج تصير لك مش مشكلة أنه أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لأني أريد أنه أنا تكلم ناحية نفسية الآن أنه أنا أدعو أنا أريد أن يحقق لي ما أريد أنا في ذهني أنا أنا أبي هذا الشيء أبي يتحقق هذا الشيء بس مو ليس دائما أنه ما أنا أتوقع أنه هو الأحسن يصرف أنه هو الأحسن يديش الرضا هنا يدخل لمغوع الرضا والتسليم كل ما استطاع الإنسان أن يجمع بين الصفات النفسية واللي يسمونها متقدين المقامات الجمع بين المقامات والصفات النفسية يعني الصبر في مكان الصبر الرضا في مكان الصبر في مكان الرضا التوقف في محل الرضا التسليم في محل التسليم الاحتساب في محل الاحتساب كل واحدة يشغلها في مكان المناسب يعني تكون توليفة جميلة جدا مريحة ومريحة يعني حتى أنت بسمت وأنت يعني تعلق عليه صح أنت شارح بعد دكتور واحد صعب ما يبتسم الآن دكتور ما بعد الأزمة شوي غنتكلم ما بعد الأزمة الآن انتهت الأزمة فعلت الصفات وإذا ما أولنا صار فيه كشف لوضعك فأنت عرفت أن أنا ممكن لازم أقوي نفسي لكن الناس ما بعد الأزمات خاصة إذا أزمة مثلا فيه صار أحد فقد أحد صار شيء واضح يعني بالنسبة لي خاف أن تتكرر الأزمة فهل هذا شيء طبيعي يمرع عليك نعم يعني هوش تأريف ما بعد الأزمة هل تقصد أنه يعني ما بعد الأزمة خلاص انتهت الأزمة وتجاوزها الإنسان وعدت الأمور حتى توفى مثلا ولا صار شيء ولا سقط بامتحان مثلا واستوعب أنه لازم يعيد السنة سنة الياء يخاف عيدها مرة ثانية يدش في نفس الأزمة قبل أن تصبح يمكن أن نتعرف أنه ما بعد الأزمة مختلفة شوي نتعرف أنه ما بعد الأزمة هو أنه الأزمة حصلت سنكن وفاة أو رسوب أو خسارة أو إلى آخره حصلت الأزمة ثم خلاص تجاوزها الإنسان وانتهت يعني انتهى انتهت الفترة الحارجة هنا هذا نسميه حينما بعد الأزمة وفيه كلام كثير إنه الآن أنت خلاص عندك كشف الحساب فيه ناس بعد الأزمات ما يحب كشف الحساب يخاف يخاف يرجع ويشوف وش صار وش ما صار يعني مثل واحد مثل فتح محل وخسر قفر المحل وخلاص قال لا أحد يناقشني ويسألني ولا أحد يسألني لا يا أخي خذ الكشفات شوفوا ليش خسرت وين خسرت وين الخطأ وين من وين جاءت المشكلة فيه ناس ما يحب هذا الكشف ما يواجه الكشف ما يواجه ما يمكن تواجه عطني مثال ما يمكن تواجه كشف عاطفي يعني يعني تستذكر اللي صار يعني مثلا لا لا مش تذكر لا أنه أنت مثلا خذ نقول أنه توفي أحد مثلا أو رسبت فيه في الدراسة أو خسرت في التجارة وعدد الأزمان الحمد لله تجاوزتها مع الصبر مع الرئيسة مع التوقيع الآخر بعدين خلاص الآن يجي مرحلات المراجعة تجي تقول لحظة الآن أنا صارت المشكلة هذه الفلانية وين نقاط الضعف كانت عندي وين نقاط القوة الآن أنا ما المفروض مني أن أفعله الآن حاليا حتى أقوي بنائي النفسي بحيث لو صارت مشكلة أخرى إما نفسها أو غيرها أكون مستعد أكون مستعد القوة هذه أنه الكلام اللي قلناه قبل شوي أنه أنه بعض الأزمات تجعل الناس أقوى صحيح كيف تجعله أقوى يتعلم منها يتعلم منها بس في شروط هنا من ضمن الشروط أنه هنا ما في مكان للتقريع ممكن تندم ممكن تحاسب نفسك ممكن تلومها على بعض الأشياء صح لكن التقريع والقنوط واليأس هذا غير مقبول أطلاقا فمثلا أنت وجدت والله أنه يعني مثلا موضوع السكينة ما كان حلو عندك لاحظت أنه أنت صبرت لكنك ما رضيت لاحظت أنه باقي شوي في موضوع القلق والتوتر تسجلهم تشتغل عليهم هذا اللي نقول له أنه أحيانا الأزمات تكون فرصة لتقوية الإنسان إذا هو اجتهد على هذا إذا هو اشتغل عليه ممكن أنه أنه الأزمة تقوى الإنسان كيف الأزمة تقوى الإنسان أنه بعد الأزمة يجلس كشف الحساب يعرف وإنه قاطقه والضعف يبدأ يشتغل عليها فلو صارت فيما بعد أزمة إن شاء الله ما تصير لكن لو صارت خلاص الآن مستعد يعني حنا مثلا عندنا في العلاج النفسي عندنا حاجة نسميها الاستعداد للانتكاسة هذا مريض الكتئاب مثلا أو القلق جلس عندنا عشر جلسات ثمانة جلسات أقل أكثر وخلص قبل ما نودعه نقول لحظة حبيبي آخر جلسة نسميها جلسة الختامية هذه نقول لها مجموعة أشياء إنه لو صار انتكاسة لو رجع الاكتئاب أو القلق كيف تتصرف ونخصص لها جلسة كاملة هذه من ضمن الأشياء اللي نقولها له إنه أنت الآن الكلام كله اللي اشتغلنا عليه في العشر جلسات الماضية هذه ارجع له جمع الدفاتر والأوراب وجمع نحطهم فيه زي سجل كذا ونقاط واضحة وين تشتغل عليه وين النقاط اللي وين الثغرات اللي دخلت منها الأزمة وخلتك تتعب شوي بحيث أنه خلاص المرة القادمة تصير قدرتك أقوى تصير واعي تصير مدرك نعم مدرك ها مواعي يعني أنا ما أحب كلمة الواعي لكن تصير مدرك أكتب أن تلاحظ في أنت تختار المصطلحات المتدنة الشيء الفرق بين شنون ليش تخترت مدرك مواعي يعني أنا أهتم باللغة وأسأل أهل اللغة كثير يعني يعني المصطلحات أهتم بالمصطلحات التي متدورة في الثقافة الإسلامية المصطلحات الجديدة دائما أفرزها أتأكد أنه لغويا صحيح ثقافيا صحيح هل لها بديل هل لها يعني أصيل في الثقافة الإسلامية ولا لا تعرف يعني لأن أنا جالس أنشئ نظرية فأنا حريص جدا النظرية تكون لها مصطلحاتها الخاصة وشي اللي يخلي نظريات تنجح مجموعة عوابة من ضمنها يعني تجريد المصطلحات تجريد المصطلحات والمفاهيم وتميزها ووضوحها وعدم تدخلها مع مصطلحات أخرى لا يمنع وجود اشتراك أكيد في اشتراك مع الثقافات الأخرى أكيد طبعا بس هذا يعني استراتيجي عندنا إحنا ماشينا عليها يعني حسنا نقول مثلا أنه بدل ما يقول الإنسان مثلا أنه أنا واعي بنفسي لا أنا مدرك أنا مستبصل بنفسي أنا بصير بنفسي يعني عساك على القوة دكتور الله يسلم عمرك يخليك أنا مستمتع جدا بالحوار معك كم أخذنا الحين حين متوقع شكتر والله ما أدري يمكن ساعة يمكن ساعتين دكتور ساعتين صحيح صحيح يو الله أترك عصر وأنا ما أدري حبيب بعض ما عندك دكتور لا أكثر مستمتع والحوار جميل جدا دكتور حبيب والله مقع أعجاب لك الله يسلم حتى أنا ما أحسيت عشان شكلتك أنت نشوف سهرتونا أجل كم الساعة لا عدتينهوني شوي دكتور بل الحين أذن لها شيء طاف لأشواء الله طاف معلش سبحاني يا دكتور الله يسلم عمرك الله يحب عليك الله يسلمك أنا شاكر جدا يعني متلي مشكور على قبول الدعوة دي حبيبي أول شيء كانت فرصة أني جيت لكويت يعني مكانك وهو بالنهاية حبيبي الكويت فوق العين والرحس أحبك يا رجي وأرجو إن شاء الله تكون الحلقة مفيدة للناس وتكون يعني ما أشك مفيدة لنا ولكم يا رب ما أشك مشكور دكتور نشوفك إن شاء الله على خير وهذه إن شاء الله ممكن فتحنا باب الزيارات في الفترة الأخيرة إحنا هذه وإن شاء الله ما يوقف الباب يا رب الله يسلم وكانك ومحلك وبيتك الله يسلم على خير مشكور رب نيرا شكرا رحيس شكرا للمشاهدة شكرا شكرا شكرا